الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الاصلية دراسة تحليلية نتابع القراءة تحت المبحث الهام الثالث والعشرين اساليب المشركين في محاربة الدعوة الاسلامية قلنا لم تزى الاصداء تلك الصيحة وانذر عشرتك الاقربين مدوية في جنبات ام القرى حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فقام الرسول صلى الله عليه وسلم مشمرا عن ساعد الجد صادعا بالحق داعيا الى هجر الاوثان مسفها عقول المؤمنين بها مبينا حقائق الاسلام داحضا للاباطيل العقدية التي تعشعش في عقول اهل الجاهلية عندما رأت قريش ان اثر هذه الدعوة لم يكن محدودة كما كان الحال مع من دعا الى نبل الاصنام قبل محمد صلى الله عليه وسلم امثال زيد بن نفيل وورقة وابن صيفي قامت في وجه محمد ومن تبعه واخذت تمارس شتى اساليب ووسائل الترغيب والترهيب لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم التي يجنونها من وجود الحرم في ارضهم وحط من تكبرهم على غيرهم ووقف امام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات وقد كان اكثر هؤلاء من اصحاب النفوذ والمصالح ومن ابرز تلك الاساليب الاسلوب الاول كان اول اسلوب اللجأ اليه ومحاولة التأثير على عمه ابي طالب حتى يكفه عن الدعوة او تجريده من جواره اي حمايته فقد ذهرت مجموعة من اشرافهم الى عمه ابي طالب وقالوا له ان ابن اخيك قد سبى الهتنا وعاب ديننا وسفها احلامنا وضل لاباءنا فانما ان تكفه عنا وانما ان تخليه بيننا وبينه فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه فقال لهم ابو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلة فانصرفوا عنها الاسلوب الثاني التهديد بمنازلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه ابي طالب ولما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو اليه غضبت منه قريش وعادوه وحقدوا عليه واكثروا من ذكره وحض بعضهم بعضا ومشوا الى عمه مرة اخرى فقالوا له يا ابا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وانا قد استنهيناك من ابن اخيك فلم تنهه عننا واقسموا بانهم لن يصبروا على افعاله حتى يكفه عنهم او ينازلوه وياه في ذلك حتى يهلك احد الفريقين عند هذا عظم على ابي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا باسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا خذلانه ولذا ابلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي قالوه وطلب منه ان يبقي عليه وعلى نفسه ولا يحمله من الامر ما لا يطيق وفي رواية لابن اسحاق ان الرسول صلى الله عليه وسلم ظن ان عمه قد ضعف عن نصرته ولذا قال له يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من عند عمه فلما ولى ناداه عمه فقال اقبل يا ابن اخي فلما اقبل قال له اذهب يا ابن اخي فقل ما احببت فوالله لا اسلمك لشيء ابدا وفي رواية اخرى لابن اسحاق من حديث عقيل ابن ابي طالب ان ابا طالب ارسل عقيلا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضر قال له عمه ان بني عمك هؤلاء قد زعموا انك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن اذاهم فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره الى السماء فقال اترون هذه الشمس قالوا نعم قال فما انا باقدر على ان ادع ذلك منكم على ان تستشعلوا منها شعلة فقال ابو طالب والله ما كذبنا ابن اخي فارجعوا وهذه رواية هي الصحيحة ومن ابرز الحكم والعبر في هذين الاسلوبين ان هذا الموقف القوي للرسول صلى الله عليه وسلم من قومه ينسجم مع ما امر به من البلاغ اما موقف ابي طالب فعجيب حقا ولم يجد ابن كثير تفسيرا له سوا قوله ان الله تعالى قد انتحن قلبه بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا شرعيا وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية اذ لو كان اسلم ابو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا تجرأوا عليه ولمدوا ايديهم واسنتهم بالسوء اليه وربك يخلق ما يشاء ويختار وقد قسم خلقه انواعا واجناسا فهذان العمان كافران ابو طالب وابو لهب ولكن هذا يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار وذلك في الدرك الاسفل من النار وانزل فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب تتضمن انه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وظل ابو طالب طوال حياته ينهى الناس عن ايذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويحميذ وينآ عن الدخول في الاسلام وقد رؤي ان الاية وهم ينهون عنه وينآون عنه قد نزلت فيه الاسلوب الثالث الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه ومن تلك الاتهامات اتهبوه بالجنون وفي ذلك نزل قول الله تعالى وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون وقد اجرهم الله في آية القلم ما انت بنعمة ربك بمجنون وحكى عنهم في قوله ويقولون انه لمجنون باء اتهمه بالسحل وفي ذلك نزل قوله تعالى وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شاحر كذاب وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وقد تحير الوليد ابن المغيرة فيما يصف به القرآن فعندما اوشك دخول موسم الحج جمع فريقه من عتات المعاندين فقال لهم يا معشر قريش انه قد حضر هذا الموسم وان افرود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بامر صاحبكم هذا فاجمعوا فيه رأيا واحدا فاجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا وعلى رغم من استبعادهم انه كاهن او شاعر او ساحر الا انهم اتفقوا على ان يقولوا للناس انه ساحر لانه يفرق بين الاقارب فانزل الله في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا الاية ثم اخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من امر محمد وشاء الله ان تصدر العرب من ذلك الموسم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها وكان مثل هذه المواقف سربا في اسلام الناس في المواسم وما رؤيا في قصة اسلام التفيل بن عمر الدوسي دليل على ذلك واتهموه بالكذب وفي ذلك يقول الله تعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون دال واتهموه بالاتيان بالاساطير قال تعالى وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا ها وقالوا ان القرآن ليس من عند الله وانما هو من عند البشر ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يركدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين واعوا واتهموا المؤمنين بالضلالة واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون الاسلوب الرابع السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين يقول الله تعالى عن سخريتهم من الذين امنوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ورأى البخاري ان امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ساخرة مستهزئة اني لارجو ان يكون شيطانك قد تركك لم اره قربك منذ ليلتين او ثلاثة فانزل الله تعالى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلاء وروا البخاري ان ابا جهر قال مستهزئة اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ان لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وذكر ابو اسحاق حديث الاراشي الذي ابتاع منه ابو جهل الابل ومطله باثمانها ودلالة قريش اياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصفه من ابي جهل استهزاء لما يعلمون من العداوة بينهما وعندما جاء لراشيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا مشى معه الى ابي جهل واخذ له بحقه وعندما سالت قريش عن صميعه هذا قال ويحكم والله ما هو الا ان ضرب علي بابي وسمعت صوته ملئت رعبا ثم خرجت اليه وان فوق رأسه لفحلا من الابل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا انيابه لفحل قط والله لو ابيت لأكلني وقال الله تعالى عن ضحكهم وغمزهم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وثبت من طرق صحيحة ان اشرف قريش اجتمع يوما في الحجر يتذاكرون امر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وبينما هم في ذلك اذ طل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت فلما مر بهم غمزوه ببعض القول ثلاث مرات فقال لهم يا معشر قريش اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح وقد فازعوا من هذا الموقف ومن منطلق الاستعلاء والسخرية قال مشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لا نرضى بمجالسة امثال هؤلاء يعنون صهيبا وبلالا وخبابا فاطردهم عنك فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طمعا في اسلامهم واسلام قومهم فانزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ومر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بجماعة من جعماء خريش فهمزوه واستهزؤوا به فغاضه ذلك فانزل الله عز وجل ولا قد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ومن كبار المستهزئين والساخرين الأسود بن عبد المطلع بن أسد والأسود بن عبد يعوث بن وهب الزهري والوليد بن المغيرة المخزوني والعاص بن وائل السهمي حارف بن الطلاطلة الخزاعي ورأى أبو نعيم أن الله تعالى أنزل فيهم إنا كفيناك المستهزئين فقد رؤينا أن جبريل عليه السلام رمى في وجه الأسود بن عبد المطلب ورقة خضراء فعمي ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات من ذلك ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى جرح بأسفل كعب رجله وكان عصابه قبل ذلك بسنين فانتقى ضابه فقتله ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فرمض له حماره على نبات خفيف فدخلت في أخمص رجله منها شوكه فقتلته ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فتحرك القيح فيه فقتله ومن كبار المستهزئين الساخرين أيضا أبو جهل وأمية بن خلف والنضرب بالحارث والأخنس بن شريق وأبي بن خلف الأسلوب الخامس التشويش كان المشركون يتواصلون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرأوا القرآن حتى لا يسمع فيفهم فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب وفي ذلك قال المولى عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون الأسلوب السابس طلبهم أن تكون للرسول معجزات أو مزايا ليست عند البشر العادي من ذلك قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقولهم وإذا تتلى عليهم آيات ما بينات قال الذين لا يرجون لقاء لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله ورد عليه الله تعالى في الآية نفسها قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أنبوعة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ولذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية نفسها قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وسألوه أن يسير لهم جبال مكة ويقطع لهم الأرض ليزرعوها ويبعث لهم من مضى من الآباء الموتى أمثال قصي يسألوه عن صدق محمد ورب الله عليهم في قوله ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أي لا أصنع من ذلك إلا ما شئت لقد كان طلبهم على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وروا أحمد من حديث ابن عباس قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفى ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا أي يزرعوا مكانها فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم قال لا بل أستأني بهم فأنزل الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة منصرة فظلموا بها ورؤي أنهم طلبوا منه أن يجعل صخرة معينة ذهبا لينحتوا منها وتغنيهم عن رحلتهم الشتاء والصيف الأسلوب السابع المساومات لقد حاولت قريش من خلال هذا الأسلوب أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق وذلك بأن يترك المشتكون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه قال تعالى وَدُّوا لَوْ تُدِهِنُوا فَيُدِهِنُونَ وعندما قالوا له أعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما أنزل الله تعالى سورة الكافرون قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ جِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ وحسم هذه المساومة الهزلية لقد ثاوموا عمه فيه حين اقترحوا على عمه بأن يعطوه أمارة ابن الوليد ابن النغيرة بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم فيأخذوه ويقتلوه وعندما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله قال بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلم وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطيه منا فإن الله ما نأمن أن يبتزون أمرنا وعندما جاء وفدهم إلى أبي طالب قال لمحمد صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي هؤلاء أشرف قومك قد يجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم وفي رواية تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية ففزعوا لكلمته ولقوله فقال القوم كلمة واحدة قال نعم فقال أبو جهل نعم وأبيك عشر كلمات قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه فصفقوا بأيديهم ثم قالوا يا محمد تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدة إن عمرك لعجب ثم قال بعضهم لبعض ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا وانضوا على دينكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا فأنزل الله فيهم أول سورة صاد الأسلوب الثامن سب القرآن ومنزله ومن جاء به روى البخاري ومسلم والتنذي وغيرهم في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أن ابن عباس قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فأسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وبتغل بين ذلك سبيلا وراء ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي يسترق السمع دونهم فارقا منهم فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم ولم يستمع وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته ظل الذي يستمع أنهم لم يسمعوا شيئا من قراءته وسمع من دونهم التفت إليه يستمع فأنزل الله تعالى ولا تذهر بصلاتك فيتفرقوا عنك ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يستمعها ممن يسترق ذلك دون علمهم لعله يرعاوي إلى بعض ما يسمع فيقتنع به وابتغي بين ذلك سبيلا وعندما كان المسلمون يسبون عصنام الكفار أخذ المشركون يسبون الله عدوا بغير علم فأنزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وهذا النهي عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسبب إله المؤمنين ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قال يا رسول الله وهل يشتم رجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فسب أباه ويسب أمه فسب أمه وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على أساس إبراهيم وكان هذا الحديث سندل بن زبير في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم الأسلوب التاسع الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعديزية للرسول صلى الله عليه وسلم أوفدت قريش نفرا منهم إلى المدينة على رأسهم النظر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ليأتوا من اليهود بأسئلة تعديزية فأطرحونها على رسول صلى الله عليه وسلم فقالت لهم يهود إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب وقد أتيت قومك بأمر عظيم وفرقت به جماعتهم فاسمع مني أعرض عليك أمور لعلك تقبل بعضها إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ولا تستطيع ورده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ فلما فرغ من قوله تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر صورتي فصلت إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصوائق ستلاحقه وعاد إلى قريش مخبرا إياهم لأن ما سمع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة واقترح على قريش أن تدعى محمدا وشأنه وفي رواية البيهقي وابن أبي شيبة وابن حميد من حديث جابر زادوا وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبية قريش شئت وفي رواية أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رقله فذلغ ذلك أبا جهر فأتاه فقال يا عمي إن قومك أرون أن يجمعوا لك مالا قال لما؟ قال لي أعطوك فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله ثم قال عن القرآن الذي سمعه من محمد صلى الله عليه وسلم والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغضق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى عليه وإنه ليحطن ما تحته الأسلوب الحادي عشر الترهيب كان أبو جهر إذا سمع الرجل قد أسلم وله شرف ومنعه أن نبه أخزاه وقال له فركت دين أبيك وهو أخير منك لنسفهن حلمك ولنضعن رأيك ولنضعفن شرفك وإن كان تاجرا قوله لتكسدن تجارتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به الأسلوب الثاني عشر ألف الاعتداء الجسدي عندما لم تثمر كل الأساليب السابقة في صد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دينهم لجأت قريس إلى أسلوب الاعتداء الجسدي والتصفية الجسدية لقد استفحل إيذاؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة العلنية لغضبهم منه حين أضحى يظهر شائر دينه مثل الصلاة عند الكعبة فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل وهل يعثر محمد وجهه بين ظهوركم قال فقيل نعم فقال واللات والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لعطأن على رقبته أو لو عثرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطع على رقبته قال فما فجأهم منه إلا هو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك فقال إن بيني وينه لخندق من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنى منه لاختطفته الملائكة عضوا عضوا قال فأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلا أرأيت إن كذب وتولى إلا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية وفي نهاية كلا لا تطعه واسجد وقترب وروى البخاري بسنده إلى عروة بن سبير قال سألت عبدالله بن عمر عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وسلم فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهر وأصحاب له جلوس وقد نحر الجزور بالأمث فقال أبو بكر أيكم يقوم إلى سل جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه حاشية هو عقبة بن أبي معيط انتهى قال فاستضحك وجعل بعضهم يمير على بعض وأنا قائم أنظر لو كان لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه فضلا اقلب الشريط الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الكلام في الأسلوب الثاني عشر الاعتداء الجسدي وروا البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد محرت جزور الأنف فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه حاشية هو عقبة ابن أبي معيت انتهى قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر لو كان لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر قال ابن حجر وقد أخرج أبو يعلى والبزار بإثناد صحيح عن أنس قال لقد يربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى عشي عليه فقام أبو بكر فجعل ينادي ويلكم أتقطرون رجلا أن يقول ربي الله فتركوه وأقبلوا على أبي بكر وتسلط عليه عتيبة بن أبي لهب بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم إلا أن البزاق لن يقع عليه وخمئذ داع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك واستجيب دعاؤه فذبحه السبع وهو بالزرقاء بالشام وحاولت أم جميل زوجة أبي لهب أن تعتدي عليه بحجر فحمه الله منها كما روى البيهقي في الدلائل في الجزء الثاني الصفحة السادسة والتسعين بعد المئة بإسناد حسن لغيره لأنه تقوى بآخر وكانت تحميل الحطب لتضعه في طريقه كما حكاه القرآن الكريم في سورة المسد الآية الرابعة وامرأته حمالة الحطب وروا أحمد أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعقدوا بالله والعزة ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه كيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله وأخبرته ابنته فاطمة بالذي قالوا فجاءهم وخصبهم بقبضة من تراب من أصابته منهم قتل يوم بدر كافر وروا الإمام أحمد من حديث أنس أن جبريل عليه السلام جاء ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزينة قد خضب بالدماء وضربه بعض أهل مكة فقال له ما لك قال فعل بي هؤلاء وفعلوا فقال له جبريل أتحب أن أريك آية قال نعم فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدعو بتلك الشجرة فدعاها فجاءت حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي يرى ابن كثير أن غالب ما وقع لرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداء جسدي وما يشبه ذلك كان بعد وفاة عمه أبي طالب ونال أبا بكر رضي الله عنه نصيبه من الأذى حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة فرارا بدينه وذات يوم قام أبو بكر خطيبا في المسجد الحرام فضربه المشركون ضربا شديدا ومن من ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه وجاء بني تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملوه في ثوب إلى منزله ولا يشكون في موته وعقسموا لإن مات أبو بكر لو اقتللنا عتبة بن ربيعة وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود على الرغم من تحذير المسلمين من عدوان المشركين وخشيتهم عليه فعندما فعل ذلك ضربه على وجهه حتى أثروا فيه وعندما قال له الصحابة هذا الذي خشين عليك قال ما كان أعداء الله أهون منهم الآن ولئن شئتم لأغادي منهم بمثلها غداء قالوا لا حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون وكان عم عثمان بن عثان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته ورؤي أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطا وأقسم أن لا يحله إلا إذا ترك الإسلام فأقسم عثمان على عدم تركه الإسلام فلما رأى عنه صلابته في دينه تركه ولما علمت أم المصعب ابن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته وكان من أنعم الناس عيشا فتخشف جلده تخشف الحية حتى حمله أصحابه على قسيهم لشدة ما به من الجهد واعتدوا على عمر بن الخطاب عندما أسلم وحاولوا قتله لولا أن أنقذه الله بالعاص بن وائل ومما الأوذي عثمان بن مضعون فقد قروي أنه عندما رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل في جوار الوليد بن المغيرة فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن أرد جوار الوليد وعندما قدم لبيد بن ربيعه إلى مكة وكان في مجلس لقريش ينشدهم شعره قال لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل قال عثمان بن مضعون صدقت وعندما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال له عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول قال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث هذا فيكم فقال رجل من القوم إن هذا أيضا في سفهاء معه قد فارق ديمنا فلا تجدلن في نفسك من قوله فرد عليه عثمان حتى تفاقم أمرهما فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان فقال أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابت لغنية لقد كنت في ذنة منعة قال عثمان بلى والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس فقال له الوليد هلما يا ابن أخي إن شئت فعد إلى جوارك فقال لا وكان عم الزبير بن العوام يعلقه في حصير ويدخن عليه النار ويقول ارجع إلى الكفر فيقول الزبير لا أكفر أبدا ولم يختصر التعذيب الجسدي على المسلمين بمكة بل انتد إلى بعض الأفراد الذين أسلموا من القبائل البعيدة عن مكة فقد روى ابن سعد أن أم شريك غزية بن تجابر بن حكيم عندما أسلمت يا زوجها وهاجر زوجها مع أبي غريرة وجماعة من قومها جاء أهل زوجها أبي العكر فسألوها إن كانت على دينه فأقرت بإسلامها فأقسموا على تعذيبها فعندما ارتحلوا من مكان إلى آخر حملوها على شر لكابهم وأغلظه ثم أطعموها خبزا وعسلا ومنعوا عنها الماء وتركوها في الشمس حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرها وكرروا ذلك لمدة ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث طلبوا منها ترك دينها فلم تفعل غير الإشارة بأصبوعها إلى السماء بالتوحيد ولا تعلم ما يقولون من شدة الإعياء والإغماء وأكرمها الله بذل من ماء شربت منه فكان ذلك سبع في إسلام أهل زوجها وهجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندما سمع أبو ذرن الغفاري بخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل مكة وأخذ يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فضربه أهل مكة حتى أغشي عليه وكاد أن يموت فخلصه العباس رضي الله عنه منهم باء تعذيب الموالي لقد نفس الكفار كل أحقادهم على الإسلام ومعتنقه في أسخاص الموالي لأنه لم تكن لهم منعة فكان العذاب أقسى وأفضع وقد عذر الله المعذبين فيما يقولون حينما يبلغ الجهد منه المبلغة قال سعيد بن جبير بن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم قال نعم والله إن كانوا لا يضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدروا أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقولوا له ألا تولعز إلهك من دون الله فيقول نعم افتداء منهم مما يبلغون من جهده قال ابن كثير وفي مثل هذا أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم قال ابن مسعود أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سومية وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه وأبو بكر منعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما عرادوا إلا بلالة فإنهم هانت عليه نفسه في الله تعالى وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد جين آل ياسر كانت هذه الأسرة ممن يضرب بها المثل فيما لاقاه المستضعفون من الابتلاءات في تاريخ الإسلام فقد كان بنوا مخزوم يخرجون بهم إذا حميت الظاهرة فيعذبونهم برمضاء مكة ومر بهم رسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهم يعذبون فقال لهم أبشر آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة وكان أول من استشهد في سبيل الله من هذه الأسرة خاصة وفي الإسلام عامة أم عمار سمية بن تخياط فقط عنها أبو جه بحربة في قبلها فماتت من جراء هذا لإعتداء الآث ومات ياسر في العذاب ورمي ابنه عبد الله فسقط وتفننه في إيذاء عمار حتى أجبره على أن يتلفظ بكلمة الكفر بلسانه وذكر دنهور المفسرين أن من أسباب نزول الآية الكريمة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هو موقف عمار بن ياسر هذا دال بلال كان بلال المولى لبعض بني جمح وهو بلال بن رباح وعبه حمامة ذكر أنه كان حبشية وهو المشهور وقيل كان نوبيا كان طاهر القلب صادق الإسلام وكان مولاه أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطخاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد الله والعزاء فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد وروا البلاذري عن عمر بن العاص قال مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت وهو يقول أنا كافر بالله والعزاء وأمية مغتاز عليه فيجيده عذابة فيقبل عليه فيدغط في حلقه فيغشى عليه في النوفيق وروا البلاذري عن مجاهد قال جعلوا في عنق بلال حبلة وأمروا سبيانهم أن يشتدوا به بين أخشبين مكة يعني جبليها ففعلوا ذلك وهو يقول أحد أحد وقال البلاذري وروا أن بلالا قال أعطشوني يوما وليلة ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار وعندما رأاه أبو بكر رضي الله عنه في هذه الحالة ساوى مسادته على شرائه فاشتراه وعتقه فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح والبلاذري بإسناد جيد أن أبا بكر اشترى بلالا بخمس أواق وهو مبثول بالحجارة وفي الصخيح أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إلا ما اشتريتني لنفسك فأمسكني وإن كنت اشتريتني لله فدعني وعمل الله ها خباب بن الأرط هو خباب بن الأرط بن جندلة ابن سعد بن خزيمة ابن تميم التنيمي ويقال الخزاعي سبي في الجاهرية فبيع بمكة وكان مولى لأم أمار الخزاعية وقيل غير ذلك ثم حالف بن زهرة كان يعمل قينا حدادا في صناعة الأسمة بخاصة من السيوف وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام وعندما أظهر إسلامه لا قصنوفا شتى من العذاب في المال والنفس ضن سائر المستضعفين ومن ما رؤى في ذلك أنهم كانوا يأخذون بشعر رأسه فيجدبونه جذبة ويليون عنقه العنف وأضجعوه مرات عديدة على صخور ملتهبة ثم وضعوا عليه حجم حتى لا يستطيع أن يقوم وأوقدوا له نارا ووضعوه عليها فما أطفأها إلا ودك ظهره كما ذكر خباب نفسه وقد كشف عن ظهره وأرى أثر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر أيضا أنهم كانوا يفجعونه على الردف ومع ذلك لم ينالوا منه ما أرادوا وله قصة مشهورة مع العاص بن وائل رواها البخاري ومسلم وغيرهما من حديث خباب النفسه قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل السامي سيفا فجئت أتقاضع فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحيك قال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فسأقضيك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا وعندما اشتد البلاء بخباب وإخوانه المسلمين المستضعفين شاكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم فقد روى البخاري عن خباب قوله شاكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بثنتين وما يصدغ ذلك عن دينه ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصدغ ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون عنوان عامة الموالي المستضعفين منهم حمامة والدة بلال وعامر بن فهيرة وأم عبيس وزميرة والنهدية وابنتها وجارية بن عدي التي كان يعذبها عمر بن الخطاب قبل أن يسلم وقد أعتقهم أبو بكر جميعاً وعندما رأى أبو قحافة ابنه أبا بكر يعطق هؤلاء المستضعفين قال له يا بني إني أراك تعطق رقاباً ضعافاً فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلداً يمنعونك ويقومون دونك فقرأ أبو بكر يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل فأنزلت فيه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا اذتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقد أصيب بصر زميرة حين أعتقها أبو بكر فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة فقالت كذب وبيت الله ما تضران اللات والعزة وما تنفعان فرد الله بصرها وكان أفلح أبو فكيهة مولى لبني عبد الدار كانوا يشدونه بالحضن من رجله ثم يجرونه على الأرض ليفتنوه عن دينه باء العبر والعظاط ألف ربما يتساءل المرء فيما هذا العذاب الذي لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم على الحق ولماذا لم يعصنه الله تعالى منه وهم جنوده وفيهم رسوله والجواب أن أول صفة للإنسان في الدنيا أنه مكلف وعمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم متعلقات التكليف والتكليف من أهم لوازم العبودية لله تعالى وعبودية الإنسان لله عز وجل ضرورة من ضروريات أولوهيته عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقد استلزمت العبودية إذن التكليف واستلزم التكليف فحمل المشاق ومجاهدة النفس والأهواء والصمود في وجه الفتن والابتلاءات والفتنة والابتلاء هم الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب وفي ذلك يقول المولى عز وجل ألف لا مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ويقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتوهم اليأس إذا ما عانى شيئا من المشقة والمحنة بل العكس هو المنسجن مع طبيعة هذا الدين أي إن على المسلمين أن يستبشروا بالنصر كلما رأوا أنهم يتحملون مزيدا من الضرب والنكبات ساعيا إلى تحقيق أمر ربهم عز وجل ويتجلى برهان ذلك في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إثنان المقرر عند علماء المسلمين أن الأخذ بالعزيمة في ميدان الإكراه أولى من الرخصة وأن أخذ الأئمة والقالة بالعزيمة هو الأولى والأجمل ويعتبر فقهاء الإكراه بمدى قدرة المكره على إيقاء ما هدد به وإن أخذ من طريق عامة الناس بالرخصة فليس ذلك دليلا على فساد في العقيدة بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر إن عادوا فعد أي إذا عادوا وطلبوا منك ذكر آلهتهم بخير اذكرها ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان يقول ابن كثير في تعليقه على موقف عمار بن ياسر من التعذيب ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر ابقاء لمهجته ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعي وكذلك حبيب ابن زيد الأنصاري لما قال له مسلمة الكذاب أتشهد أن محمد الرسول فأقول نعم فأقول أتشهد أني رسول الله فأقول لا أسمع فلن يزل قطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله كما قال الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي وفي تعليقه على الموقف ذاته قال ابن الجوزي الإكراه على كلمة الكفر مبيح نطق بها وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان إحداهما أن يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به والثانية أن التخويس لا يكون إكراه حتى ينال بعذاب وإذا ثبت جواز التقية فالأصبر أن لا يفعل إن في مواقف المؤمنين بمختلف قبائلهم وثباتهم على دينهم ورضاهم بجوار ربهم مثلا عالية في التوكل على الله تعالى ولم ينسى التاريخ تلك المواقف الإيمانية البطولية لهؤلاء المسلمين الأوائي الذين كانوا قدوة لأصحاب المبادئ في كل زمان ومكان إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان لم يكفوا وليكفوا عن استخدام كافة الوسائل والأساليب لإطفاء نور الإسلام ومحاربة دعاته ربما تتجدد الأساليب والوسائل ولكنها لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي معرسها كفار قريش ضد المسلمين المستضعفين بمكة وسيطول بنا الشرق إذا وقفنا عند كل أسلوب وذكرنا له أمثلة من واقع حركة الإسلام وسط المجتمعات والشراض من رافضة لتحكيم شرع الله كان من جليل حكمة الله تعالى أن يقوم مشرك قريش بسلسلة من المساومات مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صوروا في أنفسهم كل ما يمكن أن يظنوه سببا أو هدفا وراء دعوته ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم قبول كل العروض التي قدمها له مقابل أن يتخلى عن دعوته ليثبت للتاريخ أن هدفه شيء واحد وهو الإسلام وليقطع التاريخ أمام المتشككين في أهداف تعوته صلى الله عليه وسلم أو فهموا فهما مغيرا لما كشفت عنه تلك اللقاءات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مساوميه من الكفار وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم فيما بعد تأكيدا ودليلا على أنه لم يكن يطلب شيئا غير الإسلام الأسلوب الثالث عشر ملاحقة المسلمين خارج مكة والتحريض عليهم عندما هجر بعض المسلمين إلى النجاش أرسلوا خلفهم من حاول اللحاق بهم قبل العبور إلى الحبشة وعندما استقروا بالحبشة وكثر عددهم أرسلوا في طلبهم واستخدموا في ذلك الرشوة والحيلة للوقيعة بين المسلمين والنجاشي ولكنهم فاشلوا في ذلك وسيأتي بيان ذلك في هجرة المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة وهجرة المدينة الأسلوب الرابع عشر المقاطعة العامة سيأتي ذكرها في مكانها من هذا الكتاب في المبحث الثاني والعشرين الأسلوب الخامس عشر محاولة قتل الرسول ثم شن الحرب عليه سيأتي ذكر ذلك من خلال أبحاث وفصور الكتاب المبحث الرابع والعشرون مكان التقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين كان رسول صلى الله عليه وسلم يلتقي سرا بالداخلين في الإسلام ليعلمهم ما ينزل به الوحي من تعاليم الدين وفي السنة الخامسة من ابتداء الدعوة اختار رسول صلى الله عليه وسلم منزل أحد المسلمين وهو الأرقم بناء بالأرقم ليلتقي بأكبر عدد منهم وحافظوا على كتمان سرية هذا المكان لأن عامة الصحابة كانوا يخفون إسلامهم وكذلك فمن الحكمة اتباع الصدية لما فيها من صالح للمسلمين والإسلام أما لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بالذات أجاب عن هذا السؤال استنتاجا المبارك فوري فقال لأن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه ولأنه من بني مخزون التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم إذ يستبعد أن يختفي الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب العدو ولأنه كان فتى صغيرا عندما أسلم في حدود الستة عشر سنة إنه في هذه الحالة تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة ويلحظ أن دار الأرقم كانت قرب الصفاء وهي منطقة تشتد فيها حركة الناس بصورة طبيعية مما يصعب معه إدراك وجود حركة خاصة بأناس تجتمع وتنفض في هذه الدار وعندما شك الكفار في وجود مكان يلتقي فيه المسلمون كان كل الذي توصل إليه أنه يلتقي بهم في دار عند الصفاء إن مراعاة السرية والكتمان في حياته صلى الله عليه وسلم واضحة في مواقف كثيرة منها هذا الموقف انتهى الشريط السادس من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية من تأليف الدكتور مهدي رزق الله أحمد وله بقية على الشريط السابع الوجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو الشريط السابع من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية المبحث الخامس والعشرون ألف الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت بداية الاضطهادات في أواصط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة قد بدأت ضعيفة ثم لم تزل في ازدياد يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر حتى اشتدت وتفاقمت في أواصط السنة الخامسة حتى نبى بهم المقام في مكة وأعوزت من يفكر في حيلة تنديهم من هذا العذاب الأليم وفي هذا الوقت العصيب نزلت سورة الكهف ردوداً على أسئلة فرحها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها اجتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين فقصة أهل الكهف ترشد المؤمن إلى الهجرة من مراكز الكفر والعبوان حينما خافت الفتنة على الدين متوكلاً على الله وإذا أتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وقصة الخادر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتد حسب الظاهر دائماً بل ربما يكون الأمر على خلاف الظاهر ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماماً وسيصادر هؤلاء الطغاء المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المضحورين من المسلمين وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يرثها من عباده من يشاء نقول قصة الخادر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتد حسب الظاهر وسيصادر هؤلاء الطغاء المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المضحورين من المسلمين وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يرثها من عباده من يشاء وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ومأجوج ذلك الزمان وأن الأحق بإرث الأرض إنما هو عباد الله الصالحون ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلم بأن عرض الله ليست بضيقة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في هذه الظروف كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان رأى ابو إسحاق من حديث أم سلمة قالت لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا ولم نخشى منه ظلما روى ابن ساب أنهم خرجوا متسللين سرا وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة حتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والماشي وعفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى عرض الحبشة بنصف دينار وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من فيه نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحدا وذكر ابن ساب في رواية ثانية أسماء اثنى عشر رجلا وأربع نسوة وعفقوا في ذلك ابن سيد الناس وزاد عليه امرأة خامسة وهي أم كلثوم بنت سهيل بن عمر زودة أبي سبرة وروا ابن إسحاق أنهم كانوا عشرة من رجال وأربع نسوة إذ إنه لم يذكر فيهم ابن مسعود وذكر حاطبا بالشك ويقالوا وعفق الذهبي ابن إسحاق في عدد الرجال والنساء ولكنه ذكر أبا سبرة ولم يذكر أبا حاطب أو حاطبا ولم يذكر ابن مسعود وذكر عروه أنهم كانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة وذكر فيهم ابن مسعود ولم يذكر حاطبا وكان ضمن هؤلاء المهاجرين أبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجه أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين فيما بعد ورعوية الحديث الطويل في قصة الهجرة وعثمان بن مضعون ومصعب بن عمير وعثمان بن عثان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عثمان ورقية رضي الله عنهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم وعلوت عليهما السلام وعرفت هذه الهجرة بالهجرة الأولى إلى الحبشة وذكر ابن هشام أنه كان عليهم عثمان بن مضعون لم يمكث هؤلاء المهاجرون طويلا حتى بلغتهم الأخبار بأن أهل مكة قد أسلموا فلذا قرروا العودة إلى وطنهم مكة في شوال من نفس السنة وعندما اقتربوا من مكة علموا بأن الذي بلغهم كان مجرد شائعة وعرفوا أن نار العداوة ما زالت مشتعلة فرجع منهم رجع إلى الحبشة ومن دخل منهم مكة دخلها مستخفيا أو في دوار رجل من القريش ويزعم بعض الناس أن سبب رجوعهم كان لوقوع هدنة حقيقية بين الإسلام والوثنية أساسها أن محمد صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم والاعتراف بمنزلتها إذ زعموا أنه قرأ على مشركين سورة النجم حتى وصل قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في آذان مشركين قوله تلك الغراني قلع لا وإن شفاعتهن لترتجا فسجد وسجد كفار مكة فلما بلغ ذلك في الحبشة وظنوا أن القوم قد أسلموا لهذه القصة المزعومة ومما روا هذه القصة ابن سعد والطبري والبيهقي ولم يرويها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة وذلك على التحرير وهي باطلة من حيث السند والمتن وإليك عقوال العلماء في هذا واحد بطلان القصة من جهة النقل أي السند قال ابن كثير وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مستاذة من وجه صحيح والله أعلم وللقاضي ياض عدة مآخذ على هذه القصة في ذلك يقول أن المأخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون الملعون بكل غريب المتلقفون من الصح في كل صحيح وسقيم ومن حكيت عن هذه المقالة من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة وهي إلى آخر كلامه وقال ابن حجر بعد ذكر بعض مصادر القصة وأسانيدها وطرقها وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلى مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب والثاني ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحمد ابن سلمة وساق الدكتور عبد المعطيق العجي الحجج الحديثية والمنطقية لتفنيد أكذوبة الغرانيق وللشيخ الألباني رسالة بعنوان نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق خرج فيها أحاديث هذه القصة وحكم عليها بالضعف والبطلان مشيرا إلى أن هناك عدة روايات مرسلة أساندها صحيخة إلى مرسليها وهو يتفق في هذا مع ابن حجر ولكنه يختلف معه في النتيجة فقد ذهب ابن حجر إلى تقوية تلك الأحاديث المرسلة حين قال فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصنى وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتباد بعضها ببعض أما الألباني فإنه يرى أن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها وله منطقه وحجته في هذا خلص إلى رد تلك الآثار المرسلة لكونها لا تعتضيد عنده وقد وقف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عند هذه المسألة لينقش فيها الشيخ الألباني قائلا ونقل الألباني عن ابن تيمية في مسألة الاحتجاج بالمرسل ما مفاده وإن جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن غير الشيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب وقد رد بعض المشايخ على الألباني في اتباعه هذه القاعدة ولذلك أحببت أن أذكر أن هذه القاعدة ليست من بنات أفكار الشيخ الألباني بل اعتمد فيها على ما قاله الشافعي ومن جاء بعده من المحققين كابن تيمية والنووي وغيرهم قال السيوطي فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندة أو مرسلة أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين ومن إذا سمي من أرسل عنه سمي ثقة وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفه وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضع فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله ومما لا شك فيه أن وجود هذه الشروط مستحيلة في هذه الفرية لذلك فإن تقوية ابن حجر رحمه الله هذه المراسيل ظهور منه ويجيب الدكتور أبو شهبة على ما ذكره ابن حجر في الفتح وتابعه عليه السيوطي وغيره قائلا واحد إن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل وجعلوه من قسم الضعيف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذاب وقد قرر الإمام مسلم هذه الحقيقة فقال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة وقال ابن الصلاح وما ذكرنا من سقوط الاختجاج بالمرسل والحكم بضعفه والذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث وتداولوه في تصانيفهم والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة أما الشافعي فيحتج به بشروط ذكرها في رسالته وقد نقلها العراقي في شرح ألفيته وغيره اثنان الاحتجاج بالمرسل إنما هو في فروع الدين التي يكتفى فيها بالظن أما الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة وينافي دليل العصم فغير مسلم وقد قال علماء التوحيد إن خبر الواحد لو كان صحيخا لا يؤخذ به في العقائد لأنه لا يكتفى فيها إلا بما يفيد اليقين فما بالك بالضعيف أو المختلف فيه هذا إضافة إلى أن قصة لم يرويها أحد من أصحاب الكتب الستة أو الإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة على التحرير اثنان بطلان القصة من حيث المتن أو العقل ألف مخالفة القصة للقرآن الكريم يقول الدكتور الأعظمي في تفنيد هذه الفرية ولو فرضنا جدلا أن أسانيدها صحيحة ثابتة فهل تثبت بذلك صحة القصة مع ذا الله والمعروف للجميع أن الحديث الشاذ وهو الحديث الذي يخالف الراوي الثقة فيه من هو أوثق منه أو أكثر عدد من الأحاديث الضعيفة وهذا في خبر الآحاد فإذا كان خبر من خبر الآحاد يخالف القرآن الكريم وإجماع الأمة مثلا كالإيمان بأصمة الأنبياء فلا يكون الحديث شاذ بل يكون موضوعا في هذه الحالة وقد قال ابن الجوزي قديما كل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فأعلم أنه موضوع فلا يتكلف اعتباره أي لا تعتبر روايته وقد قال ابن أبي حاتم الرازي ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة وأي عقل مهما بلغ من السخافة يستطيع أن يقبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى التوحيد الخالص يأتي عليه زمان فيصالح المشركين بتمجيد آلهتهم ثم ينسب ذلك القول اللعين إلى ربه جل وعلا فإذا كانت الأسانيد مثل الشمس لا تثبت هذه القصة من قريب أو من بعيد فكيف تثبت بهذه الأسانيد الضعيفة حتى نبحث عن تأويلها ومن الأدلة الصريحة على مخالفة هذه القصة للقرآن الكريم قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغواوين وقد أبعد الله الغواية عن عباده المرسلين وقد أقر رئيس الشياطين بألا سلطان له على عباد الله المخلصين كما حكاه الله عنه في قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ومن هو ذلك الأخلص من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون كما قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وأي الناس أصدقوا إيمانا بالله وأشد توكلا عليه من الأنبياء بل رسول الله صلى الله عليه وسلم باء اضطراب روايات القصة ومما يضعف هذه القصة ويهنها شدة اضطراب رواياتها فرواية تقول وقعت خارج الصلاة ورواية إنه كان في الصلاة وثالثة تقول بل حدث نفسه فسهأ ورابعة تقول إن الشيطان قالها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وسادسة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو ناعس وسابعة تقول إن الشيطان انتهس سكتة من سكتات النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فقرأها حاكيا صوت النبي صلى الله عليه وسلم كما رؤيت عبارة تلك الغرانيق العلا بألفاظ مختلفة جين اللغة العربية تنكر القصة نقل الشيخ أبو شهبة رأي محمد عبده في رد هذه الفرية من ناحية اللغة العربية فقال عبده إن وصف العرب لآلهتهم بالغرنيق لم يرد لا في نظمهم ولا في خطبهم ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريا على ألسنتهم إلا ما جاء في معجم ياقوت من غير سند ولا معروف بطريق صحيح والذي تعرفه اللغة أن الغرنوق والغرنوق والغرنيق والغرنيق اسم لطائر مائي أسود أو أبيض ومن معانيه الشاب الأبيض الجميل ويطلق على غير ذلك ولا شيء من معانيه اللغوية يلائم معنى الإلهية والأصنام حتى يطلق عليها في فصيح الكلام الذي يعرض على أمراء الفصاحة والبيان ووجه آخر لبطلان هذه القصة من حيث الأسلوب اللغوي السليم وقول المفترين إن آيات الغرانيق جاءت بين الآيات أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة والآيات إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ما هذا ذنم ثم مدح ثم ذنم لذات الشيء فلو أن القصة صحيحة لكان هناك تناسب بينها وبين ما قبلها وما بعدها ولما كان النظم مفككا والكلام متناقضا وهو مما لا يخفى على المبتدئين في تعلم اللغة العربية دعك عن عرب قريش أهل الفصاحة والبيان أما الآية التي اقترن تفسيرها بقصة الغراميق وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم فخلصة ما يقال عنها إن تفسير البخاري التمني بما نقله عن ابن عباس غير ملزم لتعين تفسير التمني في الآية بالتلاوة والقراءة وهو التفسير الذي كان مفتاحا لباب اختراع أكذوبة الغرانيق وما اجتملت عليه من طامات وبلاية لأن التمني جاء في الآية مطلقا عن قيد الإضافة إلى الكتاب فلم يذكر له مفعول قيد به دان مطلان القصة من حيث الزمان ومما ساقه الدكتور الشامي لضحض هذه الفرية هو أن آية سورة الحج آية التمني هذه إن لم تكن مدنية فهي مما نزل بين مكة والمدينة والحادثة حسب زعم رواتها مكية فهل يعقل أن يكون ذلك الزمن غير القصير بين الحادثة وبين نزول الآية التي جاءت تعقيبا عليها سبب سجود المشركين الذي ثبت في الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في جماعة من المسلمين والمشركين وخواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب فلما أخذ صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قول الله تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين فمات ما لك أن يخروا لله ساجدين مع غيرهم من المسلمين حتى إن الوليد بن المغيرة وكان كبير السن أخذ كفا من البطحاء وسجد عليه فلما نكسوا على رؤوسهم وحسوا أن جلال الإيمان لو وزمامهم ندموا على ما كان منهم وأحبوا أن يعتذروا عنه بأنهم ما سجدوا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأن محمد صلى الله عليه وسلم عطف على أصنامهم بكلمة تقدير باء الهجرة الثانية إلى الحبشة عندما عاد بعض من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة وجدوا أن الابتلاء الواقع على المسلمين أصبح أشد مما كان ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم أذن لهم بالهجرة مرة ثانية وكانوا هذه المرة نيثاً وثمامين رجلاً وتسع عشرة امرأة وقيل غير ذلك فقد روى الإمام أحمد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال معثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاً فيهم جعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعوم وأبو موسى ولم يذكر عدد النساء وذكر ابن سعود أن عدد الرجال ثلاثة وثمانين رجلاً وعدد النساء إحدى عشرة امرأة وذكر ابن إسحاق في السياري والمغازي أنهم كانوا نيفاً وثمانين رجلاً وذكر أسماء ستة عشرة امرأة وذكر في السيرة أنهم كانوا ثلاثة وثمانين رجلاً وإذا اعتبرنا من ولدت ريطة بنت الحارث فيكون عدد النساء عنده أشرين امرأة وقد ذكر ابن القيم أنهن تسع عشرة امرأة والله أعلم ويشهد بقبول ما جاء عند أهل المغازي والسير في عدد المهاجرين هذه المرة رواية أحمد المذكورة من حديث بن مسعود جين قريش تسعى لإعادة المهاجرين روى ابن إسحاق من حديث أم سلمة رضي الله عنها في هجرة الحبشة أنها قالت لما نزلنا عرض الحبشة جاورنا بها خيرجار النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين وأن يهدوا لنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم فجعلوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيع وعمر بن العاص وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما ادفع إلى كل بطريق هدية قبل أن تكلم النجاشي فيهم ثم قدم إلى النجاشي فقدما هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم فخرجا حتى قدم على النجاشي فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هدية قبل أن يكلم النجاشي وقال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى إلى بلد الملك منه غلمان سفهاء فعرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وفي الحديث أن الوفد اتفق مع البطارقة أن يشيروا على النجاشي بأن يسلمهم إليهم ولا يكلمهم ولكن النجاشي عندما أشير إليه بذلك رأى أن يدعو المسلمين ويستمع بنفسه إلى ما يقولون وعندما حضروا أمامه تكلم نيابة عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأوضح لنجاشي حقيقة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونوقف قومهم منه وعندما طلب النجاشي شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته وبكى أساقفته حتى ابتلت كتبهم التي يحملونها ثم قال نجاشي مخاطبا سفيري قريش إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة انطلق والله لا أسلمهم إليكم أبدا وعندما خرج قال عمر لعبد الله والله لا آتينه غدا بما يبيد خضراءهم فلما كان الغد جاء عمر إلى النجاشي وقال له إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيمة فأرسل النجاشي إليهم وعندما جاءوه سألهم عن قولهم في المسيح فقال جعفر نقول فيه الذي جاءنا به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذرى البتول فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال لجعفر ما عدا عيسى ما قلت قدر هذا العود ولم يأبه لامتعاض بطارقته فأعطى المسلمين الأمان في بلاده ورد هدية قريش أغفقت سفارة قريش في مهمتها ولم تجد قريش أمامها غير التشفي ممن هم تحت أيديها أما الإسلام فقد كسب إلى جانبه النجاشي وعمر ابن العص ومكث المسلمون ما شاء الله لهم فعاد من عاد منهم بعد هجرة المسلمين إلى المدينة وقبل وقعة بدر وهم 33 رجل وثماني مسوة وعاد الباقون مع جعفر عندما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر في العام السابع الهجري دال حكم وعظات وعبر من هذا المقطع واحد إن في هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة دليلا على مشروعية الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر حيث يتعذر على العبد أن يعبد الله إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله بدون فتنة وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اثنان إن من أسس ودعامات الدين التضحية بالمال والوطن والنفس في سبيله لأن الدين إذا فقد لم يغني من ورائه المال والوطن والنفس بل سرعان ما يذهب كل ذلك أيضا من ورائه أما إذا قوي شأنه وقامت في المجتمع دعائمه ورسخت في الأفئذة عقيدته فإن كل ما كان قد ذهب في سبيله من مال وأرض ووطن يعود أقوى من ذي قبل حيث يحرسه سياج من الكرامة والقوة والبصيرة ولذا كانت الهجرة نفسها ضربا من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين وتضحية بالوطن والمال وتبديل محنة أقسى بأخرى أقل قسوة ريس ما يأتي الفرج والنصر ثلاثة يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك سواء كان المجير من أهل الكتاب كالنجاشي النصراني والذي أسلم بعد ذلك أو كان مشركا كأولئك الذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم وكأبي طالب الذي حمى الرسول صلى الله عليه وسلم والمطعم ابن عدي الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف المبحث السادس والعشرون إسلام النجاشي ذكر ابن إسحاق في رواية له أن النجاشي لما مات كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور ويفهم من هذه الرواية الصحيحة أنه قد أسلم وذكر في رواية أخرى أن قومه خرجوا عليه لأنه أسلم وقبل أن يخوض حربا ضدهم هيأ للمسلمين سفنا ليركبوها إذا انهزم وكتب كتابا يشهد فيه بإسلامه وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النجاشي استغفر له وهذا الذي ذكره ابن إسحاق موافق في جوهره لما في الصحيحين فيما يتعلق بإسلام النجاشي فقد روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه في العام التاسع الهجري وصلى بالمسلمين صلاة الغائب عليه وروا البخاري ومسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلما فصلوا عليه وفي رواية لمسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه وهذا الحديث صريح في أنه مات على الإسلام وهذا النجاشي الذي أسلم ليس بالنجاشي الذي كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كتب إلى عامة الملوك والرؤساء لدليل رواية عند مسلم ولم يذكر ذلك في روايتين أخرين عنده مما جعل الشيخ الأرنعوت يميل إلى أن النجاشي الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذات النجاشي الذي أرسل إليه لأن كتب التاريخ لا تذكر سوى خبر نجاشي واحد المبحث السابع والعشرون إسلام حمزة وعمر بن الخطاب ألف إسلام حمزة لم يوقف اتهاد المشركين للمسلمين دخول صناديد قريش في الإسلام ففي هذا الجو المشحون بالأحقاد على المسلمين عامة والرسول صلى الله عليه وسلم خاصة شاء الله تعالى أن يكون حقد أبي جهل على الرسول صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام حمزة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد أشداء قريش فقد روى ابن إسحاق وابن سعب أن أمة لعبد الله بن جدعان أخبرت حمزة أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم إساءات بذيئة فلم يتردد في المجيء إلى أبي جهل وهو في مجلسه من قومه فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة وقال له أتشتمه وأنا على دينه فكانت تلك بداية شراح صدر حمزة للإسلام وعندما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنع عنه الأذى فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه وكان إسلام حمزة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم في السنة السادسة من النبوة باء إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد كان عمر من ألد خصوم الإسلام وكان معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة وكثيرا ما لقي بعض المسلمين بكثير من صنوف الأذى والتنكيل قال سعيد بن زيد قريب هو زوج أخته والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأختي على الإسلام قبل أن يسلم وفي رواية لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم وروا ابن الإسحاق أن ليلى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيع قالت والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي وكنا نلقى منه البلاء فقال أتنطلقون يا أم عبد الله قالت نعم والله لنخرجن في أرض الله فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا قالت لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا قال أطمعت في إسلامه قلت نعم فقال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب وذلك لما كان يراه عامر من شدة عمر وغلطته على المسلمين انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في المبحث السابع والعشرين عن إسلام حمزة وعمر بن الخطاب ونوصل القراءة في إسلام عمر بن الخطاب ورغب نصحاق أن ليلى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة قالت والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف عليه وكنا ننقى منه البلاء فقال أتمطلقون يا أم عبد الله قالت نعم والله لنخرجن في أرض الله فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا قالت لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا قال أطمعت في إسلامه قلت نعم فقال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب وذلك لما كان يراه عامر من شدة عمر وغلظته على المسلمين وفي هذا الخبر ذليل على نوازع الفطرة السليمة التي كانت تسترع في نفسه مع غشاوات الجاهلية إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن فطرته السليمة فدخل في الإسلام وتحولت شدته من شدة في الباطل إلى شدة في الحق وعندما شرح الله صدره للإسلام قال أي قريش أنقل للحديث فقيل له جميل بن معمر الجمحي فجاءه عمر فأخبره بإسلامه فأسرع جميل إلى الكعبة وصرخ في القوم بأعلى صوته قائلا ألا إن عمر صبأ وعمر خلفه يقول كذب ولكن قد أسلمت ودخلوا معه في عراك طويل حتى أنقذه الله منه بالعاصب نوائل السهمي أن القصة المشهورة في سبب إسلامه والتي تقول إنه كان في طريقه إلى محمد صلى الله عليه وسلم لينال منه فلقيه رجل عالم منه ما يريد فتعجب منه لأنه لا يعلم بإسلام أخته وزوجها فغضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها ووجد معهما خبابا فضربها حتى سال الدم منها ثم وجد معهم آيات من سورة طاها فقرأها بعد أن أمرته أغتوه بالارتسال إذا أراد مسها ثم أسلم وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه ورد جوار خاله العاص ليضرب ويدرب كما هو حال المستضعفين من المسلمين إلى أن أعز الله الإسلام هذه القصة لم ترد بإسناد صحيح مقبول عند المحدثين وإن كان بعض أجزائها قد ورد بأسانيد حسنة فقد ضعفها وهمام أبو صعيليك وغيرهم ووصي الله لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التعليق انظر الحاشية على فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل انتهى لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به وهو اللهم أعز الإسلام بأحب هذين رجلين إليك بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب فقد أعز الله الإسلام بعمر ابن الخطاب وفي هذا روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر ابن الخطاب ورؤية آثار كثيرة في إعزازه الإسلام دلت على دوره الكبير في نصرة هذا الدين من ذلك روى ابن إسحاق عن عمر رضي الله عنه قال لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة قال قلت أبو جهل فأتيت حتى ضربت عليه بابه فخرج إلي وقال أهلا وسهلا ما جاء بك قال جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به قال فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به وروا ابن مسعود قال إن إسلام عمر كان فتحة وإن هجرته كانت نصرة وإن إمارته كانت رحمة ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه ورؤي عن صهي بن الرومي أنه قال لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعا إليه علانية وجلسنا حول البيت حلقا وتفنا بالبيت وانتصفنا ممن غرض علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به ورؤي عن ابن عباس أنه قال ولما أسلم عمر قال المشركون قد امتصف القوم منا ورؤي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق أي الذي فرق بين الحق والباطل على الرغم من أن هذه الآثار لا تقبل بميزان المحدثين إلا أنه لا بأس من الاستئناس بها فيما لا يترتب عليه حكم شرعي أو لا يمث العقيدة ومما لا خلاف فيه أن إسلام عمر كان إعزازا للإسلام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم عز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب جين عيضات عبر وحكم من هذا المقطع واحد إن الرجال ذوي القوة والشكيمة في المجتمع الجاهلي يمكن أن يكونوا سندا قويا للدعوة الإسلامية إذا أسلموا ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام رجال أمثال أبي جهل وعمر بن الخطاب وقال إن خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه فليحرص الدعاة دائما على عدم إهمال دعوة الشخصيات القوية والمؤثرة في مجتمعاتها لأن إسلام هذه الشخصيات سوف يزير الكثير من التردد الذي يقع فيه من يأتمرون بأمرهم أو يقتدون بهم كما هو واقع في كل زمان ومكان وكما حكى عن ذلك القرآن في مخاطبة الكفار الذين أضل لهم الزعماء والسادة والكبراء يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنى كبيرة ولا تقتصر الدعوة على زعناء المشركين وأحادهم بل لابد أن تتعدى إلى الزعامات المنحرفة عن الإسلام والتي تقود شعوبها أو أحزابها إلى غير طريق الإسلام في مجالات الحياة المختلفة 2- إن في نهود الرسول صلى الله عليه وسلم للقاء عمر بن الخطاب عندما جاء إلى المسلمين في دار الأرقم وأخذه بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة ثم تهديده إن في هذا مثالا عاليا للشجاعة في موطن الشدة وهو ما ستلمسه يتكرر في مواطن أخرى كثيرة مثل موقفه يوم أحد ويوم حنين المبحث الثامن والعشرون ألف المقاطعة العامة لما رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازداد وأن وسائلها وأساليبها السابقة في محاربتهم وقمعهم لم تجد شيئا خاصة بعد إسلام حمزة وعمر عادت النظر في تلك الأساليب والوسائل ثم اتخذت أسلوبا آخر أقصى وأشمل من الأساليب السابقة وهو أسلوب المقاطعة العامة قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن سعد وغيرهم من أصحاب المغازي إنه لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا وأن عمر وحمزة أسلم وأن الإسلام فشى في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطالب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقبون فيه على بني هاشم وبني المطالب على أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة وكان كاتبها منصور ابن عكرمة الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت بعض أصابعه ويقال النضر بن الحارث وقيل طلحة ابن أبي طلحة فانحازت بن هاشم وبن المطالب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من المبعث فقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثة وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلاة إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك ضيقة وهم هشام بن عمر بن الحارث وزهير بن أبي أمية والمطعم بن عبي وزمعة بن الأسود وأبو البختري ابن هشام بن الحارث وكانت تربتهم ببني هاشم والمطالب صلاة الأرحم وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك وقالوا إما الأرض لم تدع اسما لله إلا أكلته وبقي ما بها من الظلم والقطيع والمعنى المقصود عندهم جميعا واحد وأنهم أرادوا أن يقولوا أن اسم الله تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم والقطيع قال السهيلي وفي الصحيح أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط وورق السمر حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاه وكان فيهم سعد بن أبي وقاص رؤي أنه قال لقد جعت حتى أني وطئت ذات ليلة على شيء الرطل فوضعته في فمي وما أدري ما هو إلى الآن وفي رواية يونس أن سعدا قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجت من الليل أبول فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحترولي فنظرت فإذا قطعت جلد العير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرضتها بين حجرين ثم استففتها فشربت عليها الماء فقويت عليها ثلاثة وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله فيقوم أبو لهب عدو الله فيقول يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا فقد علمتم مالي ووفاء جمتي فأنا ضامن أن لا خسار عليكم فيزيدون عليهم في سلعة أرعافا حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاعون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به ويغضو التجار على أبي لهب فيربحهم فيه مشترى من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا وهلك من المحاصرين من هلك كما قال ابن عباس وعلى الرغم من هذه المقاطعة وما جرى للمسلمين وراءها من معاناة إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن الدعوة فقد كان يخرج في المواسم ويلتقي القادمين على مكة ويعرض عليهم الإسلام ويعرض ذلك على كل من يتصل به من قومه ولما أفسد الله الصحيفة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهته وصحابته وخالة الناس لم يرد ذكر هذه المقاطعة بتفصيل في الصحاح إذ وردت الإشارة إليها عند البخاري مختصرة جدا فقد روى من حديث أبي هريرة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خين أراد حنين منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر ورؤيا من طريق ثالثة من طريق الأوزاعية عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الغد يوم النحر وهو مننا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر إنه لا تعارض بين الروايتين الأوليين لأنه يحمل على أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح وفي ذلك القدوم غزى حنينا أما الرواية الثالثة فقال عنها فظاهر أنه قال ذلك في حجة الوذاع فيحمل قوله في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة أي صادرا من منا إليها لطواف الوذاع ويحتمل التعدد وروا مسلم من حديث عبد الرزاق عن أسامة بن زيد أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوذاع عندما دنوا من مكة يا رسول الله أين تنزل غدا فقال وهل ترك لنا عقيل منزلة وفي رواية أخرى وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وهذه الرواية تدل على أنه لم ينزل في داره ولا يتعرض مع روايات البخاري في أنه نزل بشعب أبي طالب باء عيضات وعبر من هذا المقطع إضافة إلى ما ذكرته عند الكلام عن العيضات والعبر المستفادة من أساليب المشركين فإنني أضيف إلى ذلك هنا واحد لا يخل زمان ولا مكان من أهل المرؤة وعلى الدعاة أن يسعوا دائما إلى الاهتمام بمن يتوسم فيهم هذه الخصلة للاستفادة منهم في أوقات الشدائد والمحن اثنان إن أعداء الله في كل زمان ومكان يلجأون إلى استخدام سلاح محاربة الدعاة في أرزاقهم ليستكينوا ويرجعوا عما يدعون إليه وهو أسلوب يتفق عليه المشركون والمنافقون ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو المستخدمين في دولة تخالفهم فيما يدعون إليه لنجأت تلك الدولة إلى فصلهم من أعمالهم كوسيلة من وسائل الحرب التي تتخذها ضدهم ولكن الوسيلة المتاحة في ذلك الوقت في هذا الميدان كانت المقاطعة بتلك الكيفية التي وقفنا عليها وعلى الدعاة أن يعو هذه الحقيقة بأبعادها المختلفة ثلاثة إنما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه في هذه الحياة من بلاء ومصائب أربعة لا تكاد تخل جاهلية من الجاهليات القديمة أو الحديثة من قيم يمكن الاستفادة منها فقد ضحى بن هاشم تضحيات كبيرة في سبيل قيمهم الجاهلية الخاصة بحماية القريب واستفاد الإسلام من هذه التضحيات وإذا وجدت قيم في مجتمعاتنا المعاصرة مثل قوانين حقوق الإنسان أو اللجوء السياسي أو الحرية الفكرية فلا ضيرا في الاستفادة منها كما استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بن هاشم لهم في حصار الشعب المبحث التاسع والعشرون ألف وفاة أبي طالب مات أبو طالب سنة عشر من المبعث بعد الخروج من الشعب بزمن يسير وقيل توفي في رمضان قبل خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام وقبل الهجرة بثلاث سنين وقيل كان بين وفاته ووفاة خديجة شهر وخمسة أيام وقد ثبت في الصحيح أنه مات كافرا على الرغم من حمايته للرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته فقد روى البخاري ومسلم عن ابن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب عندما حضرته الوفاة فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطالب فلم يزر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطالب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان من النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآيتين ونزلت إنك لا تهدي من أحببت وروا مسلم أيضا بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الإسلام عند موته فلم يصح منها شيء وما في الصحيح صريح على وفاته كافرة فلا يعارض باء الحكمة من وفاة أبي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية واحد سبق القول إن موت أبي طالب كافرة كان لحكمة يعلمها الله تعالى اثنان لقد شاء الله عز وجل أن لا يسلم أبو طالب ويموت قبل الهجرة وذلك بنحو ثلاث سنوات حتى لا يتوهم أحد أن له مدخلا في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يظن أن المسألة قبلية أو أسرة وزعامة ومنصب ربما هناك حكم يعلمها الله ولم نتوصل إليها فائدة يروى أن أبا لهب حمر رسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب ونال من أبي الغيطلة عندما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتالت قريش عليه ليرفع حمايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسلت عقبة ابن أبي معيت وأبا جهل إلى أبي لهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد المطالب فقال له رسول صلى الله عليه وسلم مع قومه فخرج إليهما أبو لهب وقال قد سألته فقال مع قومه فقال يزعم أنه في النار فقال يا محمد أيدخل عبد المطالب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار فقال أبو لهب والله ما برحت له إلا عدوا أبدا وأنت تجعم وأن عبد المطلب في النار واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه انظر كيف كان عليه السلام صريحا لا يجامل ولا يميع قضية الإسلام مهما كانت النتائج المبحث الثلاثون وفات خديجة تبينت دوايات حول تاريخ وفاتها فقيل بعد وفات أبي طالب بنحو شهرين أو شهر وخمسة أيام أو بثلاثة أيام وقيل غير ذلك وقيل إن ذلك كان في رمضان من السنة العاشرة من المبعث وقبل الهجرة بنحو ثلاث سنين وهو المشهور وعندما مات أبو طالب وخديجة في عام واحد وبينهما مدة يسيرة تتابعت المصائب فقد كان أبو طالب درعا حصينا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام يسكن إليها عند الشدائد وقد وردت آثار كثيرة تدل على فضلها ومكانتها عند الله ورسوله ومما يروى في ذلك أنه لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياته حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فمثر على رأسه ترعبا ودخل على بيته وعلى رأسه التراب فغسلته عنه إحدى بناته وهي تبكي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بنيه فإن الله مانع أباك ويقول بين ذلك ما نالت مني قريش شيئا أكره حتى مات أبو طالب وقد سبق القول إلى أنه تجرأ على وضع سنى الجزول بين كتفيه وهو ساجد ولتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام فقد سماه بعض المؤرخين عام الحزن ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم ونميل إلى أن سبب حزنه هو لشدة ما كابد في هذا العام من الشدائد في سبيل الدعوة وتضييق خريش من خناق عليه في محاولة منهم لإغلاق أبواب الدعوة في وجهه المبحث الواحد والثلاثون زواجه من سودة رضي الله عنها وعلى الرغم من ظروف المحن والشدائد التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة إلا أنه لم يأل جهداً في مواساة أصحابه في مصائبهم ففي شوال من السنة العاشرة لمبعثه تزوج سودة بنت زمعة لقد كانت سودة من أوائل المسلمين وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمر فتوفي عنها وتقديراً لها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وسأأتي ذكر حكمة هذا الزواج عند الكلام عن أمهات المؤمنين المبحث الثاني والثلاثون ألف هجرته إلى الطائف لما ذلك أبو طالب ونالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عنه أبي طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس المصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه رجاء أن يقبلوا منه الإسلام رابي إسحاق أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف التقى سيادة ثقيف يوم ذاك أبناء عمر بن عمير الثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب وعرض عليهم الإسلام فلم يقبلوه منه وسخروا منه وعندما يأس من خير في ثقيف طلب منهم أن يكتموا عنه ما دار بينهم حتى لا يثيروا عليه الناس ولكنهم لم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم فأخذوا في سبه والصياح به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيع وهما فيه ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف وجلس في ظل الشجرة عنب وابن ربيع ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء الطائف فلما اطمأن في جلوسه قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهامني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك وعندما رأاه ابن ربيعة على هذه الحال تحركت فيهما عاطفة الرحم فأمر غلاما مصرانيا يدعى عداس أن يقدم له عنب وتعجب عداس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله قبل أن يأكل وزال عجبه عندما أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي فأخذ يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه وقدميه وحاول ابن ربيعة أن يصداه عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا منه لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه وفي رواية موسى بن عقبة أن سفهاء الطائف قاعدوا للرسول صلى الله عليه وسلم صفين على طريقه فلما مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة وكانوا أعدوها حتى أدموا رجليه وكان ذلك من أشد ما لقي رسول صلى الله عليه وسلم في جهاده وعندما لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لاقى من الابتلاء والشدة في الطائف أعاد إلى مكة نهمومة وعندما بلغ قرن الثعالب أي قرن المنازل معث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال وجعله رهن إشارته إذا أراد أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف وكان ذلك دعما معنويا كبيرا له وروا البخاري ومسلم في هذا أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد قال لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلال فلن يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإلى بجبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وجاءه دعم النعنوي آخر قبل أن يصل إلى مكة ألا وهو إيمان بعض الجن برسالته ففي وادي نخلة قرب مكة أقام الرسول صلى الله عليه وسلم أياما وخلال هذه الإقامة بعث الله إليه نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن فآمنوا به وقد ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين هديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وقوله قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وقفت خبر قدوم الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا وذكر ابن حجر أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق وابن سعد في أن ذلك كان عندما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف لقد شد الله أزر نبيه بهاتين الحادفتين فقام نشطا في الدعوة إلى الله غير آبهم بما يواجهه من أساليب الخصوم فعندما عزم على دخول مكة في عودته من الطائف قال له زيد كيف تدخل عليهم يا رسول الله وهم أخرجوك فقال يا زيد إن الله جاعد لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه وأرسل في طلب جوار الأخنس بن شريق فجب وتعلل بأنه حليف والحليف لا يجير كما يقول وطلب جوار سهيل بن عمر فرفض بحدة أن بني عمر لا تجير على بني كعب وأخيرا أرسل في طلب جوار المطلم بن عدي فاستجاب لذلك وتهيأ هو بنه لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الشريط الثابع من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية وله بقية على الشريط الثامن الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية نتابع القراءة في المبحث الثاني والثلاثين هجراته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومن ثم عودته منها وأرسل رسول صلى الله عليه وسلم في طلب جوار الأخنس بن شريق فجب وتعلل بأنه حليف والحليف لا يجير كما يقول وطلب جوار سهيل بن عمر فرفض بحجة أن بني عمر لا تجير على بني كعب وأخيرا أرسل في طلب جوار المطعم بن عدي فاستجاب لذلك وتهيأ هو وبنوه لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم وقال حسان بن ثابت في رثائه يشيد بهذا الموقف النبيل أجرت رسول الله منهم فأصبح عبيدك ما لبى مهل وأحرم فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمم وحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي هذا الصنيع ومن قبله صنيعه في نقد صحيفة المقاطعة فقال يوم أسرع بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء أنتنا لتركتهم له ولم يقيد هذا الجوار حركة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدعوة إلى الإسلام فعندما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة خرج أبو بكر رضي الله عنه في من خرج مهاجرا إليها حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة سيد القارة فرده إلى مكة وأدخله في جواره قائلا له مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج واشترطت عليه قريش أن يأمر أبا بكر فيعبد الله في داخل داره ففعل أبو بكر ما اعطلب منه وبنى مسجدا في فناء داره ليصلي فيه فكان إذا صلى وقرأ القرآن وقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه لأنه كان يبكي وهو يقرأ القرآن فأفزع ذلك قريشا خشية إيمان الناس بالقرآن فطلبوا من ابن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبادة ربه في داخل داره من حيث لا يسمعه أحد وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس وجاء ابن الدغنة وقال له فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد ذمتي فرد عليه أبو بكر قائلا فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب عندما رد جوار خاله العاصي رغبة منه أن يكون في جوار الله ورسوله كسائر المستضعفين ممن يترفع الكفار عن إجارتهم باء عظاة وعبر واحد إن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين كانوا سادة ثقيف يوم ذاك لدليل على أهمية دعوة الزعماء الذين أنساقوا وراءهم الناس وعندما رفضوا دعوته علم أن غيرهم سيرفضها فلذا لم يستغرق مقامه بالطائف وقت طويل اثنان إن صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على معارضيه قد بلغ حدا عظيما فعلى الرغم مما واجهه به أهل الطائف من سوء في المعاملة إلا أنه لم يطلب من الله تعالى عقابهم بل دع الله عز وجل أن يهديهم فاستجاب الله لدعائه وذلك بدليل قدوم ثقيف عليه مسلمة بعد حصار الطائف ورجوعه إلى المدينة ثلاثة إن لقاء الجن بالرسول صلى الله عليه وسلم بنخلة دليل على وجود الجن وأنهم مكلفون وأن منهم من آمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من كفر ولم يؤمن وهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة لحكاية القرآن ذلك لقد كان إيمان الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ناله ما ناله على أيدي ثقيف تسلية من الله له أنسته آلامه وأكدت له أن الله تعالى لن يتركه فإن تخلى عنه أهل الأرض إلى حين ففي العوالم الأخرى من الجن والملائكة من يشد أزره ويؤمن به وأن الله الذي حول الجن وهم في أصلهم من شرار خلق الله ومن نسل إبليس اللعين إلى مؤمنين ودعاه إلى هذا الدين الجديد لقادر على تحويل عتاة كفار قريش وثقيف إلى مؤمنين ودعاه بعد حين وقد كان ذلك كذلك خمسة إن من مآثر الجاهلية ذلك العرف الذي كانوا يحترمونه ألا وهو الجوار وهو ما يعد من مآثر كثير من الدول الحديثة ويعرف بحق اللجوء السياسي بمصطلح الدبلوماسية الحديثة وهو ما يمكن أن يستفيد منه الدعاء لتبليغ دعوتهم إلى الناس ستة إن إسلام عداس دليل على أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الطائف من دون نتائج إيجابية فالرجع بما هو خير من حمر النعم فقد هدى الله عداسا على يديه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم سبعة إن في قصة هجرته إلى الطائف وما لاقاه من أذى من سفهاء ثقيف لاعظة وعبرة للدعاء الذين يتأسون بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان رسول صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من المشاق في سبيل إقامة الدين فمن باب أولى أن يلقى الدعاة أشد من ذلك فعليهم أن يتهيأوا لذلك لأنه طريق الأنبياء والصالحين ولأن حكمة الله اقتضت أن لا ينتصر هذا الدين بدون عمل وجهد للبشر المبحث الثالث والثلاثون الإسراء والمعراج تأتي هذه المعجزة تكريما وتثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه الذي كان يحميه وزوجته التي كانت تواسيه وبعدما أصابه في الطائف ومكة وما أصابه من الأذى فهي بعد العام العاشر من البعثة كما تدل على ذلك مجريات الأحداث ولكن اختلف في تحديد زمانها بعد العام العاشر فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وعروة بن الزبير أن الإسراء إلى بيت المقدس كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة ومما لا جدال فيه أن الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة فقد أشار القرآن الكريم إلى الإسراء والمعراج في سورتي الإسراء والنجم ففي السورة الأولى ذكر قصة الإسراء وحكمته في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وذكر في السورة الثانية قصة المعراج وثمرته في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طعى لقد رآ من آيات ربه الكبرى إن من أكثر أحداث السيرة بمكة مرويات هي هذه الحادثة فمجموع رواياتها عند البخاري أشرون رواية عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم وعند مسلم نحوا من ثمان عشرة رواية عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم ولا توجد رواية واحدة تجمع ما ورد من أحداث خلال هذه الرحلة وإنما هناك روايات أشارت كل واحدة منها إلى بعض الأحداث ومن خلال مجموع الروايات التي وردت عند البخاري ومسلم وغيرهما يمكن تلخيص مضمون تلك الروايات واحد شق الصدر بعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركة نزل جبريل عليه السلام وفرج عن سخف بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة وشق صدره ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بتصط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانة فأفرغه في صدره ثم أطبقه ثم أخذ بيده فعراج به اثنان الإسرع عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل أصبت الفطرة قال ثم عرج بي وفي رواية أخرى أنه صلى بالأنبياء قبل المعراج ثم بوئث له آدم فمن دونه من الأنبياء عليه السلام فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ثلاثة المعراج ثم عرج به إلى السماوات وفي كل سماء يستفتح جبريل ثم يسأل ومن معك فيقول محمد فيرحب به فرأى في السماء الدنيا آدم وفي الثانية عيسى ويحيى وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم مستنذا إلى البيت المعمور ثم ذهب إلى صدرة المنتهى وفرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة وفي طريق عودته من معراجه انتهى إلى موسى فسأله موسى ما فرض ربك على أمتك فأخبره فطلب منه موسى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف ففعل وخفف الله عنه خمس صلوات ثم ما زال صائدا ونازلا بين ربه وموسى وفي كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع لربه ليخفف عنه حتى خففها الله فأصبحت خمس صلوات وعندما طلب منه موسى الرجوع بعد هذا قال قد سألت ربي حتى استحييت فنادى مناد قد أمضيت فرضتي وخففت عن عبادي وفي رواية أنس عن أبي ذر قال بعد ذكر السماوات ثم عرج بي حتى ظهرت في مستوى أسمع فيه صريف الأقلام ثم ذكر فرض الصلاة وقال ثم امطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وأشيتها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وتنول النووي قضية رؤية محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في المعراج واختلاف العلماء في ذلك ثم رجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه استنادا إلى حديث ابن عباس في هذا الذي قال فيه رأى محمد ربه بفؤاده مرتين قلت وهذا الشاهد يؤيد من يقول بعدم الرؤية ثلاثة العودة يتبين من الروايات أن طريق العودة كان من السماوات العلى إلى بيت المقدس ثم إلى مكة فقد روى التلمذي عن شدد بن أوسم ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة كانت وسيلة الإسرائي البراق بينما في المعراج استعملت الروايات الفعل المبنية للمجهول عرجاء فلم تبين الوسيلة وفي بعضها نصب للمعراج قال ابن كثير وهو سلم فصعد فيه إلى السماء ولم يكن الصعود على البراق كما توهمه البعض موقف قريش من الإسراء والمعراج خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكذبه قومه فأصبح في ذلك اليوم مهمومة فجلس إليه أبو جهل وهو في هذه الحال وسأله مستهزئا هل كان من شيء فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء فلم يشاء أن يكذبه ساعة إذن خشية أن يكتم ذلك أمام الناس واكتفى بقوله أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأسرع إلى قومه فدعاهم فجاءوا إليه وطلب منه أبو جهل أن يحدثهم فحدثهم فتعجبوا من حديثه وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه لهم فرفعه الله له فأخذ يصفه لهم وهو ينظر إليه فقالوا أمن نعت فقد والله أصاب وفي رواية أنه مستنكر أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم يعود في ليلة واحدة وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين ولذا ارتد ناس ممن كان قد أسلم أما أبو بكر فعندما أخبر بالخبر صدقه دون تردد قائلا والله لئن كان قاله لقد صدق وما يعجبكم من ذلك فوالله إنه لا يخبرني أن الخبر لا يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فهذا أبعد مما تعجبون منه ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وصفه وكلما ذكر شيئا قال صدقت أشهد أنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر الصديق فيومئذ سماه الصديق الأدلة على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا قال القاضي أيض واختلف العلماء في الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنما كان جميع ذلك في المنام والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل وقال ابن حجر إن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد البعث وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل وقال عرجون والأمة مطبقة إلا بعض روايات لم تثبت صحة أساندها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عنه قوله عن الحسن البصري على أن الإسراء الذي أخبر به رب العزة افتتحا له لعالم التقديس الذي يرمز إلى عظمة الاختدار الإلهي وأن قدرة الله تعالى لا يتعاظمها شيء والافتتاح بالتقديس لا يقال إلا في الأمور المستبعدة بعضة عادة لتعاظمها والتي لا تألفها مدارك العقول في متعارف الحياة ثم يقول إن كلمة عبد التي في الآية لا تطلق في لغة العرب وفهومهم إلا على الروح والجسد معا وأن جملة ما زاغ البصر وما طغى تفيد كذلك الجسد والروح وروايات الحسن البصري لم تعرف في أحد الصحابة فهي مستحدثة وعائشة لم تكن حينها زوجا للرسول صلى الله عليه وسلم ولعلها لم تكن في سن من يضبط ولعلها لم تكن ولدت بعد ولم يرجح خبرها على خبر غيرها فليس حديثها بالثابت عنها قال الخفاجي لما في متنه من العلة القادحة وفي سنده محمد بن إسحاق وقد ضعفه مالك وغيره والأحاديث الأخرى أثبت منها ثم يقول الزرقاني بل الذي دل عليه صحيح قولها إن الإسراء كان بجسده الشريف لإنكارها رؤيته لربه رؤية عين ولو كانت عندها مناما لم تنكره ورواية معاوية جاءت بعد العقاد الإجماع على كونه بالروح والجسد على أن رواية عنه لم تثبت بسند صحيح وهي من رواية بن إسحاق وعلى فرض ثبوتها فهي اجتهاد متأخر عن الإجماع غير ملزم ولا ناقد للإجماع وللحسن قولان والمشهور عنه أنه كان يقضة ولو كان الإسراء والمعراج مناما لم استنكرته قريش ولم ارتد بعض المسلمين ولم يكن فيه شيء من الإعجاز ثم كونه مناما يخالف صريح الآيات الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فابتداء الآيات بالتسبيح لفت نظر لأمر هام ورفض بعبده معناه الروح والجسد معه كما أشر إلى ذلك عرجون وغيره باء دلالات وعظات وعبر واحد إن حديث الإسراء والمعراج متفق عليه بين أهل الحديث والسيرة وثبت بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية فهو قطعي الثبوت وهو بإجماع جماهير المسلمين من معجزاته وفي إنكاره إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة اثنان جاءت هذه المعجزة بعد المحن التي ابتلي بها الرسول صلى الله عليه وسلم لتجدد عزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولتدلل على أن هذا الذي يلاقيه من قومه ليس سببه تخلي الله عنه وإنما هي سنة الله مع أحبائه في كل عصر ومصر وبينت للرسول صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لدينه وذلك بإقرار إمامته للأنبياء السابقين وما تمثل له من رموز لهذا المعنى وبينت له أن الأرض إذا ضاقت في وقت فإن السماء تفتح أبوابها لتستقبله ولئن آذاه بعض أهل الأرض في وقت فإن أهل السماء يقفون له مستقبلين ومرحبين إن الاقتران الزماني والمكاني بين إسرائه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به إلى السماوات السبع لدلالة باهرة على مدى ما لهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالى وفيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة بينما بعث به كل من عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما السلام وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي بعثوا به وفيه دلالة على واجب المسلمين في الحفاظ على هذه الأرض وحمايتها من مطام أعداء الإسلام أربعة ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة ببيت المقدس ولم تكن من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة هو أنه عندما أهدر اليهود كرامة الوحي وأسقطوا أحكام الله حلت بهم لعنة الله وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد على الرغم من أنها ظلت فيهم زمانا طويلة ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم انتقالا بالقيادة في العالم من أمة إلى أمة ومن بلد إلى بلد ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل وهو انتقال فيه احترام للإيمان الذي درج قديما في رحابه خمسة إن في اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر حينما قدمهما له جبريل دلالة على أن الإسلام هو دين الفطرة لأن اللبن مادة لم تتغير طبيعتها والخمر نتيجة تغيير كيماوي في طبيعة العنب وغيره من مصادر الخمر إضافة إلى أن الخمر يغير فطرة الإنسان لأنه يذهب العقل ستة إن في جمع الله المرسلين السابقين من حملة الهداية في هذه الأرض وما حولها ليستقبلوا صاحب الرسالة الخاتمة دليل على أن النبوات يصدق بعضها بعضا وأن محمدا هو خاتمهم الذي اكتمل به الدين وبيان لمكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه سبعة إن رؤية طرف من آيات الله الكبرى في ملكوت السماوات والأرض له أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين ومعرفة عقباهم وعرفع لمعنويات نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليواجه قوى الكفار المتألبة عليهم ثمانية إن وقوع مثل معجزة الإسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم بعد مضي 12 عاما من مبعثه دليل على أن الخوارق والمعجزات تأتي في طريق محمد صلى الله عليه وسلم ضربا من التكريم والإيناس لشخصه غير معكرة ولا معطلة للمنهج العقلي العادي وذلك على عكس ما وقع لبعض الأنبياء مثل ما وقع لموسى عليه السلام حيث إن الخوارق في سير هذا البعض قصب بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة وتأكيدا لهذا فعندما اقترح المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى في السماء جاء الجواب من الله عز وجل قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول فلما رقى في السماء بعد ذلك لن يذكر قط أن ذلك رد على التحدي أو إجابة على الاقتراح السابق تسعة إن فرض الصلاوات الخمس في ليلة المعراج دليل على أهمية هذا الركن من أركان الإسلام الذي يجب أن يكون معراجا يرقى بالناس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأغراض الدنيا المبحث الرابع والثلاثون ألف عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد الله فيه آمنا ولذا كان أمره للصحابة بالهجرة إلى الحبشة وهجرته هو إلى الطائف ثم عرض نفسه على القبائل وكانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات هامة للالتقاء بذو الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم من الأفراد العاديين وكان يطلب من ذوي الشأن أن يحموه دون أن يكرههم على دعوته ومما كان يقوله في هذه المواسم هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي ويا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به وكان عمه أبو لهب يسير خلفه فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلال ومن القبائل التي عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ودعاها إلى الإسلام فأبوا كندة وفيهم سيدهم مليح أو فليح وبن عبد الله من كلب وبن حنيفة وكان ردهم عليه قبيحة وبن عامر ابن صاصعة وقال رجل منهم يدعى بيحرة ابن فراس والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أكون لنا الأمر من بعدك قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء قال أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك ومحارب ابن حصة وفزارة وغسان ومره وسليم وعبس وبن النضر وبن البكاء وعذره والحضارمة وربيعه وبن الشيبان الذين كان فيهم وعلى رأسهم مفروق ابن عمر وهاني ابن قبيصة والمثنى ابن حارثة وقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث لحين أخذ مشورة من وراءهم من قومهم وفي هذا قال المثنى وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسر لا نحدث حدثا أو نؤوية محدثا وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه رأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يرثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدشونه فقال النعمان بن شريك اللهم نعم فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاقهم لقد كان أهل المدينة أكثر الناس تجاوبا مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليهم الإسلام فعندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام على سويد بن الصامت لم يعلن الإسلام ولم يبعد عنه واستحسن ما سمع من القرآن وعندما عاد إلى بلاده وقتل في حرب بعاث كان رجال من قومه يقولون إنه مات مسلم وروا بن إسحاق أن وفدا من بني عبد الأشهل على رأسه أبو الحيسر آنس بن رافع وفيه إياس بن معاذ قادم مكة يلتمسون الحلف مع قريش ضد قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم هل لكم خير مما جئتم له فقالوا له وماذاك قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي الكتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلى عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدث أي قومي هذا والله خير مما جئتم له فزجره أبو الحيسر فصمت وسمعه قومه عند موته يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما فقد استشعر إياس الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع وفي السنة الحادية عشر من البعثة عرض نفسه على نفر من الخزرج عند العقبة فجلسوا معه فدعاهم إلى الإسلام وتلع عليهم القرآن وكان مما مهد أفئلتهم لقبول الإسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم ومعلوم أنهم أهل كتاب وعلم فكان إذا وقع بينهم وبين اليهود نفرة أو قتال قال لهم اليهود إن نبيا مبعوثا الآن قد أطل زمانه سنتابعوه ونقتلكم معه قتل عاد وإرام فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام نظر بعضهم لبعض وقالوا تعلمون والله أنه لن نبي الذي تدعوكم به يهود فلا يسبقنكم إليه فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإسلام وقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فستقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك فلا رجلا أعز منك ثم انصرفوا ووعدوهم المقابلة في الموسم المقبل فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في المبحث الرابع والثلاثين في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل نقول وهناك سبب آخر أدى إلى تمهيد أفئدة أهل المدينة لقبول الإسلام وهو يوم بعث فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام باء عيضات وعبر واحد إن أمثال أبي جهل لا ينعدم في مجتمعات الكفر والانحراف العقدي الصريح وهي نماذج من الناس مثل سلوك وتفكير أبي لهب تقف في وجه الدعاء في كل زمان ومكان بمثل موقف أبي لهب من ابن أخيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويصدون عن سبيل الحق ويبغونها عوجا بما يتاح لهم من وسائل فيصفون دعاة الدين الحق بأنهم دعاة بدعة وضلالة ودعاة دين جديد أو مذهب خامس أي ليس من بين المذهب الأربعة المشهورة ولم يتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم لموقف عمه أبي لهب بل استمر في دعوته فعلى الدعاء ألا يتأثر بمواقف المغرضين اثنان على الدعاء أن يطرقوا جميع الأبواب التي يمكن أن تقود إلى التمكين للدين في الأرض وعدم اليأس مهما تكررت محاولات الاتصالات الفردية والجماعية ومهما كانت النتائج القريبة سلبية المبحث الخامس والثلاثون ألف بيعة العقبة الأولى في الموسم التالي من العام الثاني عشر للبعثة جاء إلى أداء مناسك الحج إثنى عشر رجلا من المسلمين من المدينة بعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق وآمن به فلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه حتى بايعوه وقد روى البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن إسحاق وابن سعد وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت الذي كان ضمن حجاج المسلمين من المدينة أروا صيغة هذه البيعة وهو قال عبادة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه فبايعوه على ذلك قال عبادة بن الصامت وفي رواية بن إسحاق فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفرض الحرب وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين فكان يسمى مقرئ المدينة وكان منزله على أسعد بن زرارة روى أبو داود وابن إسحاق وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أول من أقام صلاة الجمعات بالمدينة هو أسعد بن زرارة وعندما بلغوا الأربعين شخصا أمهم مصاب بن عمير فقد كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليجمع بهم أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصاب بمعاونة أسعد بن زرارة وممن أسلم من أشرافهم وسعد بن الحضير وسعد بن معاذ وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا أصيرم عمر بن ثابت بن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد وأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة واحدة فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا ولم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخاطمة ووائل وواقف وتلك أوص الله وهم الأوس بن حارثة وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلة الشاعر وكانوا يطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة خمس من الهجرة وقبل حلول موسم الحج التالي أي حج السنة الثالثة عشرة عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليبشر رسول صلى الله عليه وسلم بنجاح مهمته بتوفيق الله تعالى المبحث السادس والثلاثون ألف بيعة العقبة الثانية وفي موسم الحج التالي من العام الثالث عشر للبعثة قدم مكة لأداء مناسك الحج مجموعة كبيرة من مسلم المدينة ضمن حجاج كثيرين من مشرك المدينة وكان زعيمهم جميعا البراء بن معرور وقد تساءل مسلم الأنصار فيما بينهم حتى متى يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف وجرت بينهم وبين رسول صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى الاتفاق على تحديد زمان ومكان اللقاء لإبرام اتفاق من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ الإسلام وقد روى ابن إسحاق قصة هذا اللقاء عن كعب بن مالك قال قال رضي الله عنه ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا في رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطع مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا وسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمر ابن عدي وهي أم منيع فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن رأيهم مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ومنعة في بلده وأنه قد أبى إلا لانحياز لكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك فإنه في عز ومنعه من قومه وبلده قال فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال والذي بعثك بالحق نبي لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها يعني اليهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم بعد الاتفاق على شروط هذه البيعة وقبل الشروع في عقدها أراد اثنان من الأنصار ممن أسلم في مواسم حج عام 11 و 12 من المبعث وهما العباس بن عبادة ابن نضلة وأسعد بن زرارة أراد أن يبين لقومهما حقيقة وخطورة الالتزام بهذه البيعة حتى يبايع على علم ويقين تام وليعرف ويتأكد من مدى استعداد الأنصار للجهاد والاستشهاد قال العباس بن نضلة هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن فهو الله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو الله خير الدنيا والآخرة قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله ونحن وفينا بذلك قال الجنة قالوا أبسط يدك فبسط يده فبايعوه وقال أسعد بن زرارة عندما قام الناس للبيعة رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا له يا أسعد أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها وعندما تأكد لأسعد موقف قومه ضرب على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أي صافحه مبايعة ثم تتابع القوم رجلا رجلا لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة من وفى بها وأما عن كيفية مبايعة المرأتين فقد قال ابن إسحاق يزعمون أنهما قد بايعة يعني صافحة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء إنما كان يأخذ عليهم فإذا أقررنا قال اذهبنا فقد بايعتكن وعندما تمت البيعة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وهم عبادة بن الصامت البراء بن معرور عبدالله بن رواحة سعد بن الربيع أبو أمامة سعد بن زرارة سعد بن عبادة المنذر ابن عمر وسيد بن حضير سعد بن خيثمة عبدالله بن حرام رافع بن مالك أبو الهيثم ابن التيهان وذكر ابن إسحاق جميع من حضر البيعة ورأى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لأيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين قالوا نعم لقد روى البخاري ومسلم وابن إسحاق بنود هذه البيعة ولكن رواها أحمد من حديث جابر والبيهقي من حديث جابر وعبيد ابن رفاعة بتفصيل أكثر مما جاء عند البخاري ومسلم وابن إسحاق قال جابر قلنا يا رسول الله على ما نبايعك قال واحد على السمع والطاعة في النشاط والكسل اثنان على النفقة في العسر واليسر ثلاثة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة وعلى أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم خمسة وعلى أن تنصروني إذا قدنت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة وهو لفظ أحمد أما لفظ ابن إسحاق المشار إليه فهو قال ابن الصامط بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم بعد أن تمت البيعة وتعين النقباء كان القوم على وشك مغادرة مكان اللقاء فإذا بالشيطان يكتشف هذا اللقاء وليتمكن زعماء المشركين من المجيء والقبض على المسلمين قبل أن ينفضوا صرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع قائلا يا أهل الجباجب هل لكم من مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك وعندما سمع صراخ وقول هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى بحالكم فرجعوا وناموا حتى أصبحوا قال كعب بن مالك فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعون على حربنا وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا إن نشبت الحرب بيننا وبينهم منكم قال فانبعث من هناك من مشرك قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا قال وقد صدقوا لم يعلموه قال وبعضنا ينظر إلى بعض قال ونفر الناس من منا فتنطس القوم الخبر فوجدوه قد كان وتقول الرواية إنهم خرجوا في طلب القوم ولم يدركوا غير سعد بن عبادة والمنذر بن عمر فأفلت منهم المنذر قبضوا على سعد وعادوا به مغلولة يدأه إلى عنقه ويجذبونه من شعره ويلكزونه حتى أنقذه الله منهم بجبير بن مطعم والحارث بن حرب إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة المنورة في طريقها من وإلى الشام باء نتائج وعبر من بيعة العقبة الثانية لقد كان لهذه البيعة نتائج قريبة وأخرى بعيدة فمن النتائج القريبة واحد أن الأنصار قد فهموا أن حماية الرسول صلى الله عليه وسلم سوف تعرضهم لعداوة واعتداء أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود وهذا يعني الجهاد على الرغم من أن بنود البيعة لم تنص صراحة على أبعد من ذلك أي التصدي لمن يقف في طريق الدعوة الإسلامية اثنان إن سعي مشرك مكة للقبض على مسلم المدينة عندما اتضح لهم أن هناك ثمة تدبيرا منهم لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن عداء الشرك والكفر للإيمان في كل مكان ثلاثة إن السرية التي أحيطت بهذه البيعة وغيرها دليل على مشروعية أخذ الحذر والحيطة عند تدبير الأمور لا سيما الأمور التي تتعلق بمستقبل الدعوة أربعة لقد كانت هذه البيعة الأساس الذي هاجر عليه المسلمون بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة خمسة أضحى الإسلام عزيزا في المدينة فاستعلن بإسلامه من كان قد استخفى به ستة ضيق كفار مكة الخناق على المسلمين عندما عرفوا خطورة اتصال الرسول صلى الله عليه وسلم بمسلم المدينة وكان هذا التضييق سببا في تعجيل الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر هجرتهم إلى المدينة سبعة أما على المدى البعيد فقد كانت هذه البيعة الأساس الذي قامت عليه الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وانطلاقها من هناك إلى أنحاء الدنيا ثمانية ثمانية ولأهمية هذه البيعة ولما ترتب عليها من نتائج قريبة وبعيدة فقد كان للمبايعين فيها وفي التي قبلها فضل لا يكاد يقل عما لأهل بدر والهجرتين هجرة الحبشة وهجرة المدينة وبيعة الرضوان من شرف وفضل تسعة إن عداوة الشيطان للحق وتألمه من علو نجمه ظاهرة ماضية فهو دائما ما يغري أعداء الإسلام بالمؤمنين من أهل المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم عشرة كانت بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادئ التي سيتم مشروعيتها بعد الهجرة إلى المدينة وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة وهو حكم وإن لم يكن قد أذن الله بشرعيته في مكة إلا أن الله عز وجل قد ألهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيشرع في المستقبل القريب والدليل على ذلك رد الرسول صلى الله عليه وسلم على العباس بن عبادة الذي أبدى لاستعداد على حرب أهل منا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ومن المتفق عليه أن أول آية نزلت في مشروعية الجهاد قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير حيث نزلت عندما قال أبو بكر رضي الله عنه مستنكرا إخراج قريش الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكنا وعندما نزلت الآية قال أبو بكر فعرفت أن سيكونوا كتال أحد عشر اقتضت رحمة الله بعباده أن لا يحملهم واجب القتال إلى أن توجد لهم دار إسلام تكون لهم بمثابة معقل يأون إليه ولقد كانت المدينة أول دار في الإسلام هذا من جهة ومن جهة أخرى حتى يتربع التربية التي تؤهلهم للجهاد ثاني عشر ومن هنا تعلم أن مشروعية القتال في الإسلام لم تكن إلا بعد هجرته صلى الله عليه وسلم على الصحيح وليس كما يفهم من كلام ابن إسحاق إنه إنما شرع قبل الهجرة عند بيعة العقبة الثانية أي شرعه الله أي القتال من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه فإذا روى ابن إسحاق بإسناد حسن أن البراء بن معرور رضي الله عنه عندما جاء إلى مكة لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية كان يصلي في تلك السفرة إلى الكعبة وعندما التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله قال قد كنت على قبلة لو صبرت عليها فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام وبذلك يكون البراء أول من صلى إلى الكعبة في الإسلام الفصل الثاني الهجرة إلى المدينة المبحث الأول أسبابها أولا الابتلاء والاضطهاد منذ أن أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة ظل يتعرض لشتى أنواع المضايقة هو ومن أسلم وقد ذكرنا ذلك في المباحث السابقة ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر دائما في طلب الحماية خارج مكة عندما استعصت عليه مكة فكانت هجرة الحبشة وهجرة الطائف وأخيرا هجرة المدينة ومما يؤكد أن الابتلاء والاضطهاد كان سببا من أسباب الهجرة إلى المدينة قول بلال رضي الله عنه عندما هاجر اللهم ملعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء وقول عائشة رضي الله عنها في سبب هجرة أبيها إلى المدينة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى وكان ذلك هو السبب نفسه في محاولته الهجرة إلى الحبشة من قبل هو وسائر المسلمين كما قالت عائشة رضي الله عنها فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة وذكر ابن إسحاق أن من أسباب الهجرة تعذيب المسلمين ثانيا وجود حماية للدعوة تمكنها من السير في طريقها يفهم ذلك من نصوص بيعة العقبة الثانية كما رواها الإمام أحمد عن جابر وكما رواها غيره وفي حديث ابن إسحاق ثالثا تكذيب كبار زعماء قريش ومعظم عامتهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأجبروه أن يفكر في قوم آخرين يصدقونه كما رأينا وقد عبر سعد بن معاذ عن هذا المعنى في قوله اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه وفي رواية من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش وذكر ابن إسحاق من بين ما ذكر من أسباب أن تكذيب قريش للرسول صلى الله عليه وسلم كان من أسباب الهجرة رابعا مخافة الفتنة في الدين وذلك واضح من قول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن الهجرة كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه ومن قول ابن إسحاق وكانت قريش قد اضطهضت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم فهم من بين مفتون في دينه ومن بين معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم خامسا الإذن للمسلمين بالقتال ذكر ذلك ابن إسحاق وقال إن الآيات أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هي أول آيات أنزلت في إذنه له بالحرب لمن بغى عليهم وتابعه في هذا ابن عباس وآخرون وفي كل ذلك كان المسلمون يبتغون وجه الله تعالى ويتحملون في سبيله كل ما يقع عليهم من الإيذاء الحسي والمعنوي ومفارقة الأهل والعشرة والموطن وفي هذا يقول خباب رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله وقد أفضت الأحاديث في فضل الهجرة والمهاجرين لأن الإسلام لا تقوم له قائمة إلا بدولة تحميه ولا يتصور وجود دولة بدون أرض تقوم عليها ورأيه تسمع وتطيع لحاكمها روى البخاري عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بمكة إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجى عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة عنوان أول المهاجرين أذكر البخاري أن أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم وذكر ابن إسحاق وابن سعب أن أول من هاجر هو أبو سلمة ابن عبد الأسد وجزم بذلك موسى بن عقبة وذكر ابن حجر أنه يمكن الجمع بين حديث أهل المغازي والسير وحديث البخاري بحمل الأولوية على صفة خاصة هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بخلاف مصعب فكان عليه نية الإقامة بها ليعلم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلكل أولوية من جهة ما وقع للمسلمين في سبيل الهجرة أذكرت أم سلمة رضي الله عنها أن زوجها أبا سلمة عندما أراد الهجرة حملها مع ابنه سلمة فرآه أهلها فلحقوا به وقالوا له هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتك هذه على من أتركك تسير بها في البلاد وانتزعوها منه وغضب عند ذلك رهت أبي سلمة فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا فتجاذبوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده وذهبوا به وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة فكانت أم سلمة بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها تخرج كل غدات بالأبطح تبكي حتى تمسي نحو سنة فرق لها أحد ذويها فقال لرهته ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وولدها فقالوا لها إن شئت الحق بزوجك فاسترجعت ابنها من آل سلمة وهاجرت إلى المدينة لصحبة عثمان بن أبي طلحة وعندما أراد صهيب للهجرة قال له المشركون أتيتنا صعلوكا حقيرا فكفر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم قال فإني قد جعلت لكم مالي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرابح صهيب وفي رواية عنه أنه قال لهم عندما لحقوا به هل لكم أن أعطيكم أواقيا من ذهب وتخلوا سبيلي ففعلوا فقلت حفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواقي وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قبل أن يتحول منها فلما رآني قال يا أبا يحيا ربح البيع ثم تلا هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله الآية وهي الآية السابعة بعد المئتين من سورة البقرة انتهى الشريط الثامن من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية وله بقية على الشريط التاسع الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ما وقع للمسلمين في سبيل الهجرة أرونت عدة روايات مرسلة في أن آية ومن الناس من يشري نفسه بطراء مرضات الله قد نزلت في صهيب مروني بمناسبة قصة هجرته وعلق التبري على هذه الروايات بعد أن أوردها فقال في تعليقه وأن ما نروي من نزول الآية في أمر صهيب فإن ذلك غير مستنكر إذ كان غير مدفوع جواز نزول آية من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب من الأسباب والمعنى بها ما شم له ظاهرها وقال ابن كثير بعد أن أورد الروايات في هذا الشأن وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله ولا تعرض بينما ذكره التبري وهذا الذي ذكره ابن كثير لأن العبرة بعنون اللفظ لا بخصوص السبب هجرة عمر بن الخطاب رأى ابن إسحاق عن عمر رضي الله عنه أنه قال اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التمعضب من أضاة بني غفار فوق سرف وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فلينضي صاحبه فأصبحت أنا وعياش عند التمعضب وحبس عنا هشام وفتن ففتة وعندما نزلت الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون كتبها عمر وأرسل بها إلى هشام بن العاص بمكة فوجد صعوبة في فهمها فدع الله أن يفهمه إياها فألقى الله في قلبه أنها نزلت في أمثاله فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعند ابن عبد البر أنه هاجر بعد الخندق وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقمط في ركوائه داعيا اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة الحديث وفي رواية بزيادة اللهم أنجل مستضعفين من المؤمنين وقد أنجبه هؤلاء الثلاثة وغيرهم أما أبو ذكر فعندما أراد أن يهاجر ستبقاه الرسول صلى الله عليه وسلم ليصحبه في هجرته عندما يؤذن له بذلك وظل يستعد لذلك اليوم فاشترى راحلتين وأخذ يعليفهما لمدة أربعة أشهر وقد روى الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يهاجر معي قال أبو بكر للصديق وتتابعت مواكب المؤمنين إلى دار الهجرة دار الإسلام ولم يبقى أحد في دار الكفر دار الحرب إلا مستضعف مغلوب على أمره أو صاحب أذر وكان أخذر من بخي ممن هاجر عبد الله بن جحش رضي الله عنه وكان قد كف بصره فلما أجمع على الهجرة كارهة مرأته ذلك وجعلت تشير عليه أن يهاجر إلى غير المدينة فهاجر بأهله وماله سر حتى قدم المدينة وساطى أبو سفيان على داره بمكة فباعها ومر بها بعد ذلك أبو جهل وأتبة وشيبة ابن عربيعة والعباس بن عبد المطلب وحويتب بن عبد العزة وفيها أهب معطوبة فذارفت عينا عتبة وتمثل ببيت من شعر هو وكل دار وإن طالت سلامتها يوما سيدركها النكباء والحوب وأقبل أبو جهل على العباس قائلا هذا ما أدخلتم علينا وروا هذه القصة ابن إصحاق بنحو رواية الهيثمي ولكن في روايته أن الكفيف هو عابد ابن جحش وكنيته أبو أحمد وهو أخو عبد الله ابن جحش وأن زوجته هي الفرعة من تسفيان ابن حرب وأن أخاه عبد الله حمله معه عندما هاجر إلى المدينة مع أهله ويبدو أن رواية ابن إصحاق هي الأقرب إلى الصواب فقد ذكرها ابن حجر ولم يذكر غيرها وفي هذه القصة وغيرها دليل على أن كثيرا من الدور بمكة قد خلت من أصحابها المبحث الثاني المبحث الثاني هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أولا تآمر قريش عندما علم المشركون بما تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأنصار في العقبة الثانية وعندما رأوا المسلمين يهاجرون إلى المدينة زرافات ووحدانة خشوا من تجمع المسلمين بالمدينة وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ليقودهم نحو تحقيق ما يريد ولذا قراروا التخلص من رأس هذا الكيان الجديد ففي يوم الخميس السادس والعشرين من صفر سنة أربع عشر من المبعث الموافق للثاني عشر من أيلول سبتمبر عام ستمائة واثنين وعشرين لميلاد عيسى عليه السلام أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الثانية الكبرى عقد زعناء قريش اجتماعا خطيرا في دار الندوة ليتشاوروا في أنجع الوسائل للتخلص من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر القرآن الكريم مضمون الآراء التي ترحت في ذلك الاجتماع قال تعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وجاءت الأحاديث والآثار مفصلة ما أجملته هذه الآية فإضافة إلى ما جاء في رواية ابن عباس عند أحمد في سبب نزول الآية وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ هناك رواية أخرى عن ابن عباس عند ابن إسحاق فيها تفصيل أكثر عن هذه المؤامرة ففي هذه الرواية أنهم عندما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم إبليس في صورة رجل شيخ مدعيا أنه من أهل نجد قال إنه سمع بالذي اجتمعوا له وأرد أن يشاركهم الرأي والنصيحة فأذنوا له وعندما بارت المناقشة واقترح أحد المؤتمرين أن يحبسوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن عمره من وراء الباب هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ثم اقترح أحدهم أن ينفوه فداحض النجدي الاقتراح مبينا أن حسن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطقه وأسره القلوب سيجذب الناس إليه ويغلب بهم قريشا وأخيرا اقترح أبو جهل أن يأخذوا من كل قبيلة فتنشابا نسيبا وسيطا فيهم ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما فيضربون جميعا بأسيافهم محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل ولا يقدر بم عبد منف على حرب قومهم جميعا فيرضى بالدية أيد النجدي هذا الاقتراح ووافق عليه الجميع وتفرقوا على ذلك ولم يبقى إلا التنفيذ ثانيا الإذن بالهجرة والتخطيط لها ثم الشروع فيها بعد اتخاذ هذا القرار أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره به وأمره بعدم المبيت على فراشه هذه الليلة والهجرة روى البخاري والطبري من حديث ابن إسحاق أنه عندما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالهجرة جاء متقنعا إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه في وقت لم يعتد أن يزوره فيه في نحر الظهر أول النهار وهو أشد ما يكون في حرارة النهار وعندما أخبر أبو بكر بقدومه علم أن قدومه في تلك الساعة وبتلك الكيفية إنما هو لأمر خطير وعندما أذن له أبو بكر بالدخول طلب أن يخرج من عنده حتى لا يعرف ما يقول له وطمأنه أبو بكر بأن من عنده هم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أبا بكر بأن الله قد أذن له بالهجرة وطلب أبو بكر أن يصحبه فأكد له ما سبق أن ألمح له به من قبل وأرد أبو بكر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ إحذي الراحلتين فوفق الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن على أن يدفع ثمنها إن قول أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن من عنده هم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بذلك عائشة وأسماء رضي الله عنهما وهما مسلمتان وعائشة رضي الله عنها قد عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي زوجته فلا خوف منهما وقد صرح بهذا المعنى موسى بن عقمة في روايته فقال أخرج من عندك قال لا عين عليك إنما هم ابنتي وفي روايته عن ابن شهاد قال قالت عائشة وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء وفي رواية ابن إسحاق إنما هم ابنتي عند لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أخذ في وضع خطة للهجرة وإبطال كيد الكافرين وكانت الخطة كالآتي كما ذكرها البخاري وابن إسحاق واحد أن يخرج ليلا إلى غار ثور في الجهة الجنوبية الغربية من مكة وفي هذا تنويه على الكفار لأن أنظارهم ستتجه للبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهة الشمالية جهة المدينة اثنان أن يمكث في الغار لمدة ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عنهما ثلاثة واستأجر دليلا ماهرا عارفا بمسالك طرق الصحراء ليقودهما إلى المدينة وهو عبد الله بن أرقد الديلي وكان مشركا واستكتماه الخبر واتفق معه على أن يلحق بهما في غار ثور بعد ثلاثة أيام ودفع إليه بالراحلتين التي اشتراهما أبو بكر وكان يعرفهما لهذا اليوم أربعة وضعت لهما أسماء زادة ووضعته في جراب وقطعت من نطاقها فربطت به على ثم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين وفي رواية ذات النطاق وخمسة أمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس عنهما في النهار فيأتيهما به للليل في الغار ثم يرجع إلى مكة في السحر ليصبح مع قريش ستة وأمر مولاه عامر ابن فهيرة أن يرعى غنمه نهارا ثم يريحها عليهما في الغار إذا أمس ليطعم من ألبانها ويذبح منها للأكل ويزيل بها آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر سبعة وأمر أسماء أن تأتيهما من الطعام بما يصلحهما في كل مساء ثمانية وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فأمره أن يتخلف بعده بمكة ريثما يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا استودعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من صدقه وأمانته تسعة وأمره أن ينام على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر الذي ينام فيه وطمأنه بأنه لن يصل إليه منهم شيء يكره وذلك للتنوية عشرة وأمر أبو بكر عامر ابن فهيره أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما ويعينهما في الطريق لقد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة بعد أن مكث في مكة ثلاثة عشر عاما يوحى إليه وعندما أمره بالهجرة أنزل عليه قوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وكان ما أراده من الله له في هذا الدعاء الموجز المعبر والذي اختاره له الله ليجعله مفتاحا للطمأنينة أما في الجانب الآخر فقد اختار زعماء قريش في ندوتهم أحد عشر زعيما يمثلون قبائل قريش المعادية للإسلام فقضوا نهار يومهم ذاك في الإعداد لتنفيذ القرار الذي اتخذوه في دار الندوة وعلى الرغم من علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرار لم ينسى أن يقوم بعمل إيماني بطولي يعد بمفهومنا المادي اليوم مغامرة بل قال عنه الذهبي منكر أي غير منطقي وهو أنه ذهب في تلك الليلة مع علي إلى الكعبة وأمره أن يصعد على منكبه إلى فوق الكعبة ليرمي صنم قريش الذي كان من محاس وموتت بأوتاد من حديد وعندما كان علي معالج الصنم ليفكه كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وتمكن علي من فكه ورميه وتكسيره وانطلق ولم يرهما أحد ولم يرفع الصنم بعد ذلك وهذا التصرف عندنا لمن المعجزات الدالة على عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم فلما كانت عتمة من الليل اجتمع القوم المنوت بهم تنفيذ الخطة على باب الرسول صلى الله عليه وسلم يترقبون نومه ليثبوا عليه وكان معهم أبو جهل ليطمئن على سير الخطة ويشجعهم على التنفيذ ومما كان يفعله بهذا الصدد السخرية من محمد صلى الله عليه وسلم والتشكيك في دعوته فتراه يقول لهم إن محمدا يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بوعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان فيكم زبح ثم بوعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها وبينما هم على هذه الحالة خرج أريهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع كلام أبي جهل فأخذ حفنة من تراب ثم قال أنا أقول ذلك أنت أحدهم فجعل ينفر التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه لأن الله قد أخذ على أبصارهم وهو يتلو الآيات من سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون وتركهم على هذه الحالة ثم خرج وعندما خرج أبو بكر كان يحمل معه كل ماله وقدره خمسة آلاف أو ستة آلاف ذرهم وفي طريقهما إلى الغار وقبل أن تختفي مكة عن الأنظار نظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعاطفة مشحونة بالذكريات تدل على حبه لها لما بها من رموز في حياته فكيف لا يحبها وقد أحبها الله عز وجل وجعل بها بيته المقدس وفيها أرسله الله إلى العالمين وقف ينظر إليها وهو يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك لما خرجت وقال عنها في رواية أخرى ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك أما المتآمرون فعندما رآهم أحد الناس أمام الباب سألهم عن سبب وجودهم أمامه فأخبروه الخبر فأعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فلم يصدقوه لأنهم يرون عليا نائما على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فظلوه محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يكتشفوا الحقيقة إلا عندما قام علي من الفراش في الصباح وعند هذا الحد أخذوا في وضع الخطط للعثور عليه ومن ذلك واحد إلقاء القبض فورا على علي وضربه وسحبه إلى الكعبة ثم اعتقاله بعضا من الوقت لحين التحقيق معه للوصول إلى معلومات تفيدهم في العثور على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم فشلوا معه اثنان جاء نفر منهم إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه وفيهم أبو جهل لعلهم يجدونه هناك ويفعلون به مثل ما فعلوا بعلي فخرجت إليهم ابنته أسماء فسألوها عن والدها فقالت إنها لا تدري أين هو فغضي أبو جهل لهذا الجواب فلطمها لطمة طرح منها قرطها ثلاثة وضعوا جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة الدقيقة أربعة قرروا منح جائزة مقدار هادية كل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لمن يعثر عليهما حيين أو ميتين خمسة استأجروا قصاص الآثار ليتبعوا آثارهما حيثما حل الطريق إلى الغار أو البيهقي وغيره أنهما عندما انطلق إلى الغار جعل أبو بكر يمشي ساعة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وساعة خلفه وعندما فاطن له سأله عن السبب قال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن تكون لك دوني قال نعم والذي بعثك بالحق ما كان لتكون من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك أما الخبر الذي يروى عن عمر وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة ليلا ومعه أبو بكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه يحرصه وعندما حفيت قدم الرسول صلى الله عليه وسلم حمله على كاهله إلى فم الغار وسد أحجار الغار بقدمه والحياة تلسعه ودموعه تسيل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال عنه الذهبي هو منكر سكت عنه البيهقي وساقه من حديث يحيى بن أبي طالب خبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي وآثته من هذا الراسبي فإنه ليس بثقة مع كونه مجهولة ذكره الخطيب في تاريخه فغمزه وقال ابن كثير عن هذا الحديث بعد أن ساقه من رواية البيهقي المشاري إليها وفي هذا السياق غرابة ونكارة وزاد الدكتور السعود بعد قول ابن كثير هذا نعم لأنه في سنده فرات بن السائب ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال أبو حاتم منكر الحديث وقال البخاري تركوه منكر الحديث فهذا الخبر ضعيف منكر عنوان في الغار وعندما انتهي إلى الغار قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار فدخل فاستبرأه ثم تذكر أنه لم يستبرئ الجحر الذي فيه فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ فدخل فاستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغار أركبت قريش في كل وجه يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم وأتوا على جبل شور الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وطلعوا فوقه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصواتهم فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم والخوف والحزن وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصارنا تحت قدميه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر معظنك باثنين له ثالثهما وفي هذا نزل قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وحمى الله نبيه في الغار من كل سوء ومن أدلة حماية الله له ولصاحبه ما روى أحمد أن قريشا اقتفوا أثرهما فلما بلغوا الجبل اختولت عليهم فصائد الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخلها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه ورأى مثله عن الحسن البصري وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك اللحظات وأبو بكر يرتقد وروا الطبراني أن رجلا من المشركين جاء إلى فم الغار وجلس يتبول مستقبلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأورته فقال أبو بكر يا رسول الله إنه يرانا فقال كلا إن ملائكة تسترنا بأجنحتنا لو كان يرانا ما فعل هذا ومرت أيام الغار بسلام إلا ما ذكر من أن حجر أصاب يدرسوا لله صلى الله عليه وسلم فقال وهل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وقد رؤيت بعض الأخبار الوهية فيما يتعلق بفترة وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بغار ثور من أشهرها واحد ما رواه بن سعد والبزار من أن الله أمر شجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعت بفم الغار وأن في تيان قريش عندما وصلوا إلى قدر أربعين ذراعا من فم الغار نظر أولهما فرأى الحمامتين فرجع فقال له أصحابه ما لك لم تنظر في الغار قال رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعرف أن الله قد رأى عنه بهما فسمت عليهن وفرض جزاءهن وانحدرت في حرم الله فأفرخ وأن نسلح مام الحرم منهما اثنان روى بعض أهل السيار أن أبا بكر لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءون منها هنا لذهبنا منها هنا فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر وإذا البحر اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه ثلاثة ما روي من أن أبا بكر قال لابنه يا ابني إن حدث في الناس حدث فأتي الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكن فيه فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة معاشية أربعة ما روي من أن رجلا من المشركين جاء حتى استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعورته يبول فقال أبو بكر يا رسول الله أليس الرجل يرانا قال لو رآنا لم يستقبلنا بعورته خمسة مع روي أن أبا بكر عاطش في الغار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى صدر الغار فاشرب فانطلق أبو بكر إلى صدر الغار فشرب منه ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأذكى رائحة من المسك ثم عاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر الملك المؤكل بأنهار الجنة أن اخرق نهرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب التوجه إلى المدينة ولما انقطع الطلب عنهما جاءهما الدليل ابن أرقد بعد ثلاث ليال من بقائهما في الغار ومعه الراحلتان وكان معهما عامر بن فهيرة انطلق الأربعة إلى المدينة عن طريق الساحل بعد أن اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الأسباب التي في مقدون البشر لينجوى من الأعداء كان مطمئنا ولسانه رطب بذكر الله بالدعاء بينما كان أبو بكر يكثر الالتفات حرصا منه على سلامة الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما حانت ساعة المقيل في يومهم ذاك وأخل الطريق رفع الله لهم صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس فنزلوا عندها وسوى أبو بكر بيده مكانا تحتها وبسط عليها فروة وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينام وخرج هو ليراقب المكان فإذا هو براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أرادوا وتكلم معه أبو بكر ليعرف أمره فعرف أنه رجل من أهل مكة ورضي أن يحلب لهم من شات الله وطلب منه أبو بكر أن ينظف الضرع قبل الحليب وكره ليوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم للشرب فانتظره حتى استيقظ فشرب حتى رضي أبو بكر ثم أمر بالرحيل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يردف أبا بكر معه على راحلته وكان إذا سأل أحد أبا بكر في الطريق عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل يهديني السبيل فيحسب السائل أنه يعني الطريق وإنما كان يعني سبيل الخير وروا البخاري من حديث سراقة ابن مالك أنهم مروا في طريقهم بحي بني مدلج فرآهم رجل منهم فجاء إلى مجلس من مجالس قومه وفيهم سراقة ابن مالك فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم نبس في المجلس ساعة ثم قام فدخل داره وأمر جاريته أن تخرج بفرسه إلى ما وراء الأكل ثم تجهزه وتسلل إلى مكان فرسه فركبها وانطلق بها وعندما دنى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عثرت به فرسه فنزل عنها وأخرج الأزلان فاستقسم بها ليعرف هل يضرهم أم لا فخرج السهم الذي يكره وهو أن لا يضرهم ولكنه عصى فركب فرسه وانطلق إلى أن وصل مكانا يسمع منه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ساخت يدى فرسه في الأرض حتى بلغتا الركبتين فنزل عنها ثم زجرها فنهضت وعندما امتزع الفرس يديه من الأرض تابعهما دخان كالإعصار فعرف حين رأى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منع منه وأن أمره سيظهر فاستقسم بالأزلان فخرج الذي يكره فناداهم بالأمان فوقفوا فركب فرسه حتى جاءهم ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول صلى الله عليه وسلم أن قومه قد جعلوا فيه الدية وأخبرهم أخبار ما يريد الناس وعرض عليهم الزاد والمتاع ولكنهم لم يطلبوا منه شيئا سوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يخفي عنهم وسأله سراقة أن يكتب له كتاب أمان فأمر عامر بن فهيرة فكتب له ما أراد في رقعة من الجلد ثم مضوا روى البخاري بسنده إلى أبي بكر رضي الله عنه ارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة ابن مالك بن جعشم على فرسله فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله مرنا وعندما رجع سراقة إلى قومه جعل يقول لهم قد استبرأت لكم الخبر قد كفيتم ما هاهنا وهكذا كان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما وكان كتاب الأمان مع سراقة إلى أن جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من حنين والطائف فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم وفاء وبر ويومها أسلم سراقة روى ابن حجر وابن عبد البر وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ابن مالك كيف بك إذا لبست سواري كسرة قال فلما أتي عمر بسواري كسرة ومن تقطه وتاجه دعا سراقة ابن مالك فألبسه إياهما وكان سراقة رجلا أزب كثير شعر الساعدين وقال له ارفع يديك فقال الله أكبر الحمد لله الذي سلابهما كسرة ابن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما سراقة ابن مالك ابن جعش أعربي من بني مدلج ورفع بها عمر صوته وذكر ابن إسحاق أبيات من الشعر يحرد فيها أبو جه قوم سراقة على سراقة ورد عليه سراقة أيضا بأبيات من الشعر انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لانواصل سيرة سراقة بعد محاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الصحراء ومن ثم تسلمه لسواري كسرة ابن هرمز الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة فيما جرى بعد تسلم سراقة سواري كسرة ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه في مسيره ذلك بخيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها إن كان عندها طعام وذلك في طريق الهجرة فاعتذرت بالجدب فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شات قرب الخيمة فسألها عنها فقالت شات خلفها الجهد عن الغنم فقال هلبها من لبن قالت هي أجهد من ذلك فاستأذنها في حلبها فأذنت له قائلة إن رأيت بها حلبا فاحلبها فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا فدرت فدعا بإناء لها فحلب فيه فسقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء وتركه لها ثم ارتحلوا وعندما جاء زوجها أبو معبد ورأى اللبن عجب من ذلك فأخبرته بالذي حدث من محمد صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه وطلب منها أن تصفه له فوصفته له وعندما سمع وصفها قال والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا لقد همنت أن أصحبه ولا أفعلا إن وجدت إلى ذلك سبيلا وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدي ومر الركب في طريقه بعبد يرعى غنما فطلبوا منه طعاما فاعتذر لهم بأن لا لبن في شياهه إلا شاه أو عناقا جف لبنها قريبا فاستأذنه الرسول صلى الله عليه وسلم فمس ضرعها فحلبت وروا منها جميعا وعندما رأى الراعي ذلك أسلم وطلب أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي عندما يسمع بظهوره ولقوا في طريقهم ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فيهم الزبير فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بثياب بيض وعندما وصلوا العرج احتاجوا للاستفسار عن الطريق فدلهم أحد القاطمين على الطريق وبيّن لهم أن الطريق القريب عليه لصان من قبيلة أسلم يقال لهم المهانان ولم يبالي الرسول صلى الله عليه وسلم بهما وعندما لقيهما عرض عليهم الإسلام فأسلما وسماهما المكرمان بدل المهانان وطلب منهما القدوم عليه في المدينة وروا البزار وابن الأثير بسنديهما إلى بريدة بن الحصيب الأسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل في مهاجره لقي ركبا فقال يا أبا بكر سل القوم فمن من هم قالوا من أسلم قال سلمت يا رسول يا أبا بكر سلهم من أي أسلم قالوا من بني سهم قال ارمي بسهمك يا أبا بكر ورواي أنهم عندما وصلوا الجحفة وجدوا إبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هذه الإبل فقالوا لرجل من أسلم فتفائل صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر سلمت إن شاء الله وسأل الراعي عن اسمه فقال نسعود فتفائل صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر سعدت إن شاء الله وقيل إن إحدى راحلتيهما تخلفت عنهما فعندما جاء صاحب الإبل وهو أوس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حجر الأسلمي فأعطاهما فحلة وطلب من غلامه مسعود أن يصحبهم إلى المكان الذي يريدونه فوصل معهم إلى قباء ورؤية أن أوسن بن عبد الله بن حجر الأسلمي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر بحدوات بين الجحفة وهرشاء وهما على جمل واحد متوجهين إلى المدينة فحملهما على فحل إبله ابن الرداء وبعث معهما غلامه مسعود وطلب منه أن يسلك بهما حيث يعلم من الطريق ولا يفارقهما حتى يقضي حاجتهم منه فأوصلهما المدينة ثم عاد وقد حمله وصية إلى سيده وهي أن يسم إبله على أعناقها ولقي أركب الهجرة عند الغميم بريدة ابن الحصيب الأسلمي زعيم قومه حين ذاك وكان قد خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أملا في الفوز بالجائزة المعلانة من كبر قريش وعندما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الإسلام أسلم وأسلم معه زهاء ثمانين بيتا من قومه وقيل سبعين وبات بريدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصباح قال بريدة يا رسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء فحل عمامته ثم شدها في رمح ثم نشى بين يديه حتى دخل المدينة الوصول إلى المدينة روى البخاري وابن إسحاق والحاكم وغيرهم أنه عندما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار فإذا اشتد الحر رجعوا إلى منازبهم فلما كان يوم الثاني من ربيع الأول سنة أربع عشر من المبعث وهي السنة الأولى من الهجرة الموافق للثالث والعشرين من أيلول سبتمبر سنة ثنتين وعشرين وستمئة من الميلاد خرجوا على عادتهم فلما حمي الحر رجعوا وصعد رجل من اليهود على أطم من أعطام المدينة لبعض شأنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصرخ بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة وسمعت الرجة والتكبيرة في بني عمر بن عوف وكبر المسلمون فراحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة وكان من لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل يحيي أبا بكر أظن منهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما اشتد الحر قام أبو بكر فأظل النبي بلدائه فعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وصاح النساء والخدام والغلمان جاء محمد جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد وأنشد المستقبلون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع لقد وقف بعض العلماء عند هذا النشيد وناقشوه من حيث السند والمثل وجود إشكال في روايته إذ وردت فيه كلمة ثنيات الوداع التي اشتهر أنها من جهة الشام وليس من جهة مكة قال ابن حجر في الفتح وأخرج أبو سعيد في شرف المصطفى وروينه في فوائد الخلعي منقطعة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الولائد يقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وهو سند معضل ولعل ذلك كان في قدومه من تبوك ثم سار حتى نزل قباء في بني عمر بن عوف من الأوس على كلثون بن الهدم لمدة أربع عشرة ليلة فيها أسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة وبعد ذلك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وأبو بكر ردفة وأرسل إلى بني نجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم فصار نحو المدينة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي وكانوا مئة رجل وكانت أول جمعة داخل المدينة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة في جو مشحون بالفرح والبهجة والسرور وكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحة لقائلين هلما إلى العدد والعدة والسلام والمنع فكان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة فلم تزل تسير به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت فلم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت وبركت في موضعها الأول فنزل عنها وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري وبادر أبو أيوب إلى الرحل فأدخله بيته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل مرء مع رحله وأخذ أسعد بن زرارة قل راحله نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم الأسفل من دار أبي أيوب وأبو أيوب في القسم العلوي فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا إلى جانب وفي الصباح طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى القسم العلوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق ولكن أبا أيوب قال لا أعل سقيفة أنت تحتها فتحول رسول صلى الله عليه وسلم إلى القسم العلوي ونزل أبو أيوب إلى القسم السفلي وكان أبو أيوب يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جي أبيه إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه فصنع له طعاما فيه ثوم فلما أرد إليه سأل موضع عصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل ففزع وصعد إليه فقال أحرامنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكره قال فإني أكره ما تكره وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الملائكة وعندما انكسرت جرة ما أبي أيوب ذات يوم عندما كان بالعروي نشف وهو وأم أيوب ما أهى بقطيفتهم الوحيدة التي يلتحفان بها تخوفا من أن يقتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه ورؤي أن أبا أيوب سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى القسم العروي من داره بسبب هذه الحادثة فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لطلبه وروا مسلم أحمد أن سبب الانتقال هو كراهية أبي أيوب وأم أيوب أن يمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في الصحيح أصح وكانت مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب شهرا واحدا على الأرجح وما كانت تمر ليلة إلا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة من الصحابة الأنصار يتناوبون في حمل طعامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحول من منزل أبي أيوب إلى داره ونزل أبو بكر رضي الله عنه على حبيب ويقال خبيب بن يساف بالسنح ويقال نزل على خارجه بن زيد الأحكام والدروس المستفادة من أحداث الهجرة إلى المدينة واحد أعضح الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الله أيام فتح مكة ألا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد غنية فلم تعضي الهجرة من مكة إلى المدينة واجبا وإن بقي حكمها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبا إلى يوم القيامة فقد شرعت الهجرة إلى المدينة ليعبد المسلمون ربهم بأمان ويقيموا كيانة دولة الإسلامية ويحموه ثم يوسعوا رقعة هذه الدولة بالدعوة إلى الله والهجرة بعد فتح مكة كذلك لم تعد ضرورة لأن كيانة الإسلام قد قوي وصارت للمسلمين دولة فأصبح وجود المسلمين في ديارهم أجداء لإقامة شعائر الإسلام ونشر تعاليمه في سائر الأرجاء أما الجهاد فماض إلى يوم القيامة ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد ولم يبايعهم على الهجرة وقد بيّن ابن عمر رضي الله عنه ذلك بقوله انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار أي ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة على من أسلم وخشي أن يفتن في دينه ويستدل في ذلك بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وذكذا اقتضى الظروف قيام الدولة الإسلامية في المدينة وحاجتها إلى جنود يحمونها أن تكون الهجرة إلى المدينة واجبة على كل مسلم قادر قال الخطابي كانت الهجرة إلى المدينة إلى حضرته القتال معه وتعلم شرائع الدين وقد أكد الله تعالى هذا الأمر في عدة آيات كانت الهجرة إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين وقد أكد الله تعالى هذا الأمر في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب في ضوء هذا يمكن القول بأنه إذا كان أي بلد من بلاد الكفر أعوان للمسلم على ممارسة دينه والدعوة إليه فهو أجدر بالإقامة فيه إذا تأثر سبيل ذلك للمسلم ولا تجب عليه الهجرة لأن هذه البلاد أصبحت مثل ذا للإسلام فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منه لما يترجى من دخول غيره في الإسلام إثنان استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأسباب والوسائل المادية التي يهتدي إليها العقل البشري في مثل هذا العمل وليس ذلك بسبب خوف على نفسه أو شك في إمكان وقوعه في قبضة المشركين وإنما هذا تشريع للأمة ليتأسى الناس به فيأخذ بالأسباب في كل أعمالهم وأن سنة الله أن السبب إذا وجد معه المسبب ما لم يبطل الله ذلك كما فعل في جعل الناب بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام فعندما تكون هذه معجزة للنبي وإن كانت لغيره فهي كرامة للصالحين واستدراج للطالحين من الناس والدليل على ذلك أنه بعدما استنفذ الأسباب المادية كلها كان مطمئن وصاحبه أبو بكر كان خائفا وكان من مقتضى اعتماده على تلك الاحتياطات أن يشعر بشيء من الخوف والجزع لقد كان كل ما فعله من الاحتياطات إذن وظيفة تشريئي أحقام بها فلما انتهى من أذائها عاد قلبه مرتبطا بالله عز وجل معتمدا على حمايته وتوفيقه ليعلم المسلمون أن الاعتماد في كل أمر لا ينبغي أن يكون إلا على الله عز وجل وأن ذلك لا يمنى في اتخاذ الأسباب والتدبير للوصول إلى الأهداف ثلاثة إن قبول علي بن أبي طالب النوم على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة منقبة عظيمة لعلي دلت على إيمانه وشجاعته وهذا يدل على جواز خداع العدو والتمويه عليه عملا بأسباب النجاح أربعة إن الدور الذي قام به الشباب في تنفيذ خطة الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة مثل دور علي وأبناء أبي بكر يعد دورا نموذجيا رائدا لشباب الإسلام خمسة إن المعجزات التي أجراها الله تعالى لحماية نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة جاءت كما جاء غيرها كضرب من ضروب التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى أن الله ناصره وممكن لدينه في أرضه طال الزمن أم قصر ستة إن الدور الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه في الهجرة يعد منقبة كبرى له ويكفيه تكريما أي يذكر في القرآن بمناسبة هذا الدور ثام يثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذا تأملنا في قصة تبرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك تبين لنا مشروعية التماس البركة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت ثمانية دل تصرف أبي أيوب وأم أيوب على مدى محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم وهي صورة متكررة في كل مقطع من مقاطع هذه السيرة تسعة إن في آراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم النيئ دل على أن ذلك من خصوصياته عليه السلام وقد أحله للمسلمين بشرط أن لا يأكلوه ثم يرتادوا المساجد قبل أن تزول رائحته وقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن من يريد أكل الثوم فليمته طبخا الفصل الثالث أسس بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالمدينة المبحث الأول بناء المسجد كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل ولا مين يتيمين من دني النجار في حجر أسعد بن زرارة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام فسارمهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله منهما هبة حتى بتاعه منهما ثم بنه مسجدا وفي رواية أخرى للبخاري أنه عليه السلام عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ بن النجار وعندما جاءوه قال لهم يا بني النجار ثامنوني بحائتكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال ابن حجر واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين وأجيب باحتمال أنهما كان من بني نجار فساومهما وأشرك معهما في المساومة عمهما الذي كان في حجره كما تقدم في الحديث وفي الصحيح أن ما كان المسجد كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطة فصف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضابتيه حجارة وجعلوا ينقلون ذلك الصخر وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن لبنيانه ويقول وهو ينقله هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وفي رواية أنهم كانوا ينقلون الصخرة ويرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة وقال قائل من المسلمين في ذلك لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى من التراب حائدا وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقدم في العمل ما يجيد جانبا منه ففي حديث طلق ابن علي اليمامي الحنفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للعاملين في بناء المسجد من الصحابة قربوا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مساء وأشدكم له سبكاء وفي رواية فأخذت المسحة فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين وفي رواية البيهقي قربوا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له بناء وكان عمار بن ياسر من أنشط العاملين في البناء فبينما كان كل واحد يحمل لبنة كان عمار يحمل لبنتين لبنة عنه ولبنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره وقال ابن سمية للناس أجر ولك أجران وآخر زادك شربه من لبن وتقتلك الفئة الباغية وهذا الحديث من دلائر النبوة لأن عمار قتل في الفتنة التي نشبت بين علي ومعاويه رضي الله عنهما وكان في جيش علي فقتله جنود معاويه رضي الله عنه ومات بالكيفية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أجاد ابن كثير وابن حجر في شرح هذا الحديث واستغرق البناء اثنى عشر يوما وبعد الفراغ منه بنيت حجر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنفس كيفية بناء المسجد تعليق في حديث وتقتلك الفئة الباغية رواه مسلم وأحمد والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه والبخاري في الفتح دون ذكر جملة وتقتلك الفئة الباغية ولابن حجر تعليل لهذا فانظر وفي حديث البخاري وأحمد والحاكم وعبد الرزاق أن مناسبة هذا القول كان أثناء بناء مسجد رسول صلى الله عليه وسلم أما روايات مسلم من طريق أبي نضرة فهي تفيد بأن ذلك كان أثناء حفر الخندق ولذا قال البيهقي في الدلائل فيشبه أن يكون ذكر الخندق وهما في رواية أبي نضرة أو كان قد قالها عند بناء المسجد وقالها يوم الخندق والله أعلم وعلق ابن كثير في البداية على قول البيهقي قائلا وحمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له والظاهر أنه اشتبه على الناقل والله أعلم قلت وهذا يعني أن ابن كثير لا يوافق على الجزء من كلام البيهقي الذي يقول بتعدد المناسبة ويرى أن ذلك كان في بناء المسجد انتهى واستغرق البناء 12 يوما وبعد الفراغ منه بنيت حجر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنفس كافية بناء المسجد وبعد اكتمالها انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها من بيت أبي أيوب فكان لسودة بنت زمعه بيت وآخر لعائشة رضي الله عنها وهما أول بيتين بنيا ثم تتابع بناء حجر نسائه الأخريات كلما تزوج بواحدة منهم وكانت قصيرة البناء قريبة الفناء بعضها مبنية من جريد وطين وبعضها من حجرة مرصوصة وسقفها من جريد وقيل كانت من شعر شجر مربوطة بخشب من عرعر شجر السر ولم يكن لأبوابها حلق وقد اضيفت هذه البيت إلى المسجد بعد موت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في زمن عبد الملك وفوره الأذان بالكيفية التي عليها الآن في السنة الأولى على الأرجح وذلك عندما رأى عبد الله بن زيد في منامه صيغة الأذان فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بها وعندما سمعه عمر رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه رأى ما رأى عبد الله بن زيد وظل المسجد على حاله الذي بناه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر بأن أعاد عمده وجعلها خشبا وحمى سقفه من المطر ثم عيره وثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة وجعل عمده من الحجارة المنقوشة وسقفه من ساج وحذر عمر من تحميل وتصفير المسجد حتى لا يفتن الناس وكره أنس المباهات في تعمير المسجد بالتزين وعاب على الناس عدم تعميرها بالصلاة ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني منبر يخطب الناس عليه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاة فلما اتخذ للرسول صلى الله عليه وسلم منبر وعادل إليه ليخطب عليه خار ذلك الجذع وحن حنين النوق لا شار لما كان يسمع من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذي يسكت وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وما أحسن ما قال الحسن البصري بعد رواية هذا الحديث عن أنس قال باكي يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه أوليس رجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه وأصبح المسجد منذ بنائه مكان للعبادة في المقام الأول ثم بعد ذلك مكانا لكل أمر يهم المسلمين مثل واحد إيواء ضعفاء وفقراء المهاجرين الرجال العزاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على منازل خاصة بهم وعرفوا بأهل الصفة إثنان إيواء ضعفاء نساء التي أسلمنا من أحياء العرب ولم يجدن مأوى غير المسجد حين قدومهن المدينة مثل الوليدة السوداء التي تخلت خباءا أو خفشا في المسجد ثلاثة كان مكانا لتعليم المسلمين أمور دينهم أربعة كان مكانا لإنشاد الشاري ذبا عن الدعوة الإسلامية وقائدها محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه خمسة كان مكانا لاعتقال أسير الحرب المشرك إذا كان في ذلك عظه لمن يراه من الناس وعظه له عندما يرى الصلاة ويسمع القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قصة ثمامة ابن أثال ستة نصب الخيمة فيه لعلاج جرح المسلمين في الحرب كما في قصة خيمة رفيدة أيام غزوة الأحزاب سبعة كان مكانا لاستقبال الرسل السفراء الذين يفيدون على الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانية كان مكانا لعقد ألوية جيوش وسرايا المجاهدين تسعة كان مكانا لاجتماع المسلمين بقائدهم وفي هذا فائدة من وجهين ألف احتكاك القائد بالرعية عن قرب ودراسة أحوالهم وبث الرعية شجونهم لقائدهم با احتكاك المسلمين بعضهم مع بعض وتألف قلوبهم وقد غاب هذا الفهم عن كثير من قادة وأفراد زماننا هذا وفهموا أن المسجد مكان عبادة فقط أحكام وحكم في قصة بناء المسجد النبوي الشريف واحد استدل جمهور الفقهاء بحديث شراء الرسول صلى الله عليه وسلم المربت من الغلامين لوساطة عنهما الذي كان في حجره وكفالته على عدم صحة تصرف غير البالغ سن الرشد ولهم دليل آخر من القرآن يؤكد صحة استدلالهم انتهى الشريط التاسع من كتاب السيرة النبوية وله بقية على الشريط العاشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط العاشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية أحكام وحكم في قصة بناء المسجد النبوي الشريف واحد استدل جمهور الفقهاء بحديث شراء الرسول صلى الله عليه وسلم المربت من الغلامين بوساطة عنهما الذي كان في حجره وكفالته على عدم صحة تصرف غير البالغ سن الرشد ولهم دليل آخر من القرآن يؤكد صحة استدلالهم وهو الآية الكريمة ولا تقربه مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أن الحديث الذي يشير إلى أن الشراء تم مباشرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والغلامين فيوجه إلى أن للنبي صلى الله عليه وسلم ولاية خاصة في مثل هذه الأمور وأنه عليه الصلاة والسلام إنما اشترى الأرض منهما بوصف كونه ولياً عاماً لجميع المسلمين لا بوصف كونه فرداً منهم ولا وجه في هذا الحديث لاستدلال الحنفية به على صحة تصرف غير البائع لأن الآية ترجحت حديثة بن يعوين على هذا الحديث وللعلماء كلاماً فوق هذا عن تصرف غير البائع إذ قالوا ألف إن تصرفاته الناقصة نقصاً محضة كقبوله الهبة لنفسه جائزة باء إن تصرفاته الضارة ضرراً محضة كهبته لغيره غير جائزة جين إن تصرفاته الدائرة بين النفع والضرب كالبيع والشراء موقوفة على إجازة الولي أو الوصي إثنان دل حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش القبور القديمة التي كانت في مكان المسجد على جواز نبش القبور الدارسة واتخاذ موضعها مستداً إذا نظفت وطابت أرضها ثلاثا كما أن الحديث يدل على أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف أربعة استناداً إلى عدم التكلف المظهري في بناء الرسول صلى الله عليه وسلم المسجدة واستناداً إلى ما نبه إليه عمر بن الخطاب في قوله أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فأتفتن الناس كره عامة العلماء نقش وزخرفة المساجد وقال بعضهم بحرمة ذلك خمسة اختلف العلماء في كتابة آية من القرآن في قبلة المسجد هل هي داخلة في النقش الممنوع أم لا يقول الزركشي ويكره أن يكتب في قبلة المسجد آية من القرآن أو شيئاً منه قال مالك وجوزه بعض العلماء وقال لا بأس به لما روي من فعل عثمان ذلك من نسجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ننكر ذلك عليها المبحث الثاني ألف المؤنخى لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة لم يكن بأيدي معظمهم شيء لأنهم انتركوا أموالهم خلفهم ولهذا وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا أهل زراعة والأنصار أهل زراعة فقد أعطتهم الأنصار كل ما يستطيعونه من فضل وعطتهم النخل والأرض ليعملوا فيها بنصف ثمارها ومنهم من أعطيت له منيحة محضة واستغنوا عنها عندما فتح الله عليهم خيبر وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما أعطوه من نخل عندما فتحت عليه قريضة والنظير وكان ذلك الفعل من الأنصار دليلا على مدى حبهم وإيثارهم المهاجرين وقد شهد الله تعالى لهم بذلك في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ووصل بهم الإيثار إلى أن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن شئت فخذ منا منازلنا فقال لهم خيرا وابتنى لأصحابه في أرض وهبتها لهم الأنصار وفي أراض ليست ملكا لأحد وقالت الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم يقص بيننا وبينهم النخل قال لا قال يكفونكم المؤونة ويشركونكم في الثمر قالوا سمعنا وعطعنا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم فقالوا أموالنا بيننا قطائع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قالوا وما ذاك يا رسول الله قال هم قوم لا يعرفون العمل فتكلفونهم وتقاسمونهم الثمر قالوا نعم وروى البخاري عن أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها قال أما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعد أثره ولم يتوانوا في استضافة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدروا البخاري أن رجلا جاء إلى نبي صلى الله عليه وسلم جائعة فلم يجد له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عند زوجاته فطلب من أصحابه استضافته فاستضافه أنصاري لم يكن عنده إلا عشاء أهله وصبيانه فأنام صبيانه وقدم طعام أهله إلى ضيفه وجلس معه فأطفأت المرأة السراج وجعل يريانه كأنهما يأكلين ولكنهما بات جائعين وفيهما نزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وعلى الرغم من هنا الإيثار فقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجد تشريعا يعالج للمهاجرين أوضاعهم الاقتصادية ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على إخوانهم الأنصار فكان أن شرع نظام المؤاخات في السنة الأولى من الهجرة ولو البعض أن يعلان المؤاخات كان في دار أنس بن مالك وذكر البعض أن المؤاخات كانت في المسجد وقيل إن المؤاخات كانت مرتين مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة ومرة بين المهاجرين والأنصار وهي المقصودة هنا ذكر ابن سعد بأساميد شيخه الواقدي إلى جماعة من التابعين أنه لم نقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض وآخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بينهم عن الحق والمواساة وأتوارفون بعد النمات دون ذوي الأرحام وكانوا تسعين رجلا خمسة وأربعين من المهاجرين وخمسة وأربعين من الأنصار ويقالوا كانوا مئة خمسين من كل فريق وروا البخاري وعن ابن عباس كان المهاجرون لما قدموا المدينة يأثوا المهاجرين والأنصاري دون ذوي الراحم للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وذكر ابن حجر أن من أغراض المهاجرين أن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوة فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر المؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبى من قبل البعثة واستمر إلى ما بعدها وكذا مؤاخات حمزة وزيد بن الحارثة لأن زيدا مولاهم فقد ثبت أخوة هما وهما من المهاجرين لقد آخر رسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي بن أبي طالب وبين زبير وابن مسعود وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء وبين أبي عبيدة وأبي طلحة وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك وبين أبي بكر وخارجة بن زيد وقد ذكر ابن إسحاق عددا كبيرا ممن آخر رسول صلى الله عليه وسلم بينهم ونقل عنه ذلك ابن حجر وأجاب عن ما يمكن أن يكون فيه إشكال ومما روي في أمر التطبيقات العملية لهذه المؤاخات قصته عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع حين قال سعد لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويتا نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة؟ فدل على سوق بني قينقاء فمن قلب إلا ومعه فضلا من أقة المعسم ثم أخذ يتردد على السوق يبيع ويشتري حتى استغنى بماله عن مال أخيه سعد وتزوج امرأة من الأنصار أمهرها بنوات من ذهب وطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يولم ولو بشاه بهذه المنسبة آخر رسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ليذهب عنه محشة الغربة ويستأنس من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر بعض فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة والخرطوا في الحياة وعرفوا وسائل اكتساب الرزق أبطل الله التوارث بالمؤاخر وأبقى أخوة المؤمنين وأنزل في ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مستورا وكان ذلك حين وقعت بدر ورؤي أنه كان بعد أحد وذكر ابن عباس أن ما ألغي من نظام المؤاخر هو الإرث أما النصر والرفادة والنصيحة فباقية ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين المتآخين وإلى هذا المعنى ذهب النووي ومما يدل على بقاء واستنبارية المؤاخرات دون الإرث مؤاخر الرسول صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء لأن سلمان أسلم بين أحد والخندق ومؤاخرات معاوية ابن أبي سفيان والحتات التميمي لأن معاوية من مسلم الفتح والحتات أسلم عندما جاء في وفد بني تميم في أوائل السنة التاسعة الهجرية عن الوفود ومؤاخرات جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل لأن جعفرا قدم من الحبشة والرسول صلى الله عليه وسلم قد فرغ من خيبر لتوه في أول سنة سبع من الهجرة باء حكم وعبر من المؤاخر إن أي جماعة تسعى لهدف واحد لابد من قيام العلاقات بين أفرادها على التآخي الذي يجعلهم يقفون بعضهم إلى جانب بعض في السراء والضراء وإن هذا التآخي المنطلق من العقيدة هو أساس قوة هذه الجماعة وهو الأساس الذي يمكنه من تحقيق أهداف الدين في الحياة وللا كان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا التآخي الذي كان مضرب الأمثال في صدقه والذي كان من ثماره رضى الله عنهم والتمكين لهم في الأرض وتحقيق المموذج العملي لمبادئ الإسلام في أشخاصهم إثنان بناء على ما حدث في المؤاخة فبوسع المؤمنين في كل عصر أن يتآخوا بينهم على المعساة والارتفاق والنصيحة ويترتب على مؤاخاتهم حقوق أخص من المؤاخات بين المؤمنين ثلاثة إن في موقف عبد الرحمن بن عوف من أخيه سعد بن الربيع يموذجا معاضحا على عفة المهاجرين واستعدادهم للعمل الذي يقدرون عليه المبحث الثالث صحيفة المدينة عندما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأراد أن ينظم العلاقات بين أهل المدينة كتب كتابا بهذا الشأن وعرف في المصادر القديمة باسم الكتاب والصحيفة وأسمانه الكتاب المحدثون الدستور أو الوثيقة ولأهمية هذه الوثيقة واعتماد الباحثين المعاصلين عليها وجعلها أساسا في دراسات لتنظيمات الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ومضم الدولة الإسلامية وعلاقاتها مع الدول والميلة الأخرى والنظام السياسي في الإسلام فقد رأينا أن نتناولها بالعرض والدراسة باختصار شديد أولا مضمين الصحيفة ألف بنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين المؤمنون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلاحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس كل فريق من المؤمنين المهاجريين بني سائدة من الأوس على ربعتهم يتعقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء عقل المؤمنون المتقون على من بغنه وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم ذمة الله واحدة يجير على المسلمين أدناهم والمؤمنون بعضهم نوالي بعض دون الناس من تبع المؤمنين من يهود فإن له المسرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم باء بنود الصحيفة المتعلقة بالمشركين لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحور دونه على المؤمنين جين بنود الصحيفة المتعلقة باليهود ينفق اليهود مع المؤمنين ما دام المحاربين يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وليهم وأنفسهم وربخية اليهود من بني النجار يهود بن الحارف لا ليهود بني عوف وإن بطنة يهود كأنفسهم لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصحة والنصر للمظلم دال بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة يثلب حرام جوفها لأهل الصحيفة وإن الجار كالنفس غير نضار ولا آثم وإنه لا تجار حرمه إلا بإذن أهلها ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجار قريش ولا من نصرها وإن بينهم أهل الصحيفة النصر على من دهما يثرب من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني مصادر الصحيفة ألف إن أقدم من روا نصها كاملا هو محمد بن إصحاق المتوفى سنة 51 ومئة هجرية باء رواية الإيمان أحمد المتوفى سنة 41 ومئتين وهي إشارة مختصرة جدا ونصه إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفضوا عانين بالمعروف والإصلاح بين المسلمين وهي من طريقين جين رواية أحمد بن أبي خيثمة المتوفى سنة 79 ومئتين ذكر بن سيد الناس أنه قد روزنا بمثل رواية بن إصحاق ولكنه أسندها وذكر سنده وفيه كثير بن عبد الله وقد اختلف فيه وما لبعض الباحثين إلى تضعيفه وما لآخرون إلى توثيقه دال روايات أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 ومئتين هجمية ثمتان منها في كتابه الأموال الرواية الأولى من طريقين الطريق الأولى مرسلة لأنها موقوفة على الزهري وفي إثنادها عبد الله بن صالح وهو ممن اختلف فيه ونص الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب من محمد صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلاحق بهم فحلى معهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة وذكر حديثا طويلا في المعاكل بنحو حديث ابن إسحاق والطريق الثاني في إسناده يحيى بن عبد الله عن الليث ولكنها أيضا مرسلة لأنها موقوفة على الزهري ويقال فيها ما قيل في الطريق الأولى إلا أن يحيى بن عبد الله ثقة في روايته عن الليث وقد تابع بذلك عبد الله بن صالح ورواية الثانية من طريق حجاج مرسلة لأنها موقوفة على ابن جريج وقد عرف بالتدليس والإرسال ونصه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلاحق بهم معهم إن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل والرواية الثالثة في كتابه غريب الحديث روزنا بثلاثة أسانيد السند الأول من طريق حفص عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده مختصرة وقد سبق الكلام عن كثير هذا والسند الثاني وفيه حماد بن عبيد وجابر الجعفي وهم ضعيفان وموقوف على الشعبي أو أبي جعفر محمد بن علي من الباقر فهي مرسلة وضعيفة لضعف حماد وجابر هذه رواية حميد بن زنجويه توفي سنة 51 عمائتين هجرية رواها في كتابه الأموال بنحو رواية بن إسحاق وهي من بلاغات الزهري وفي إسنادها عبد الله بن صالح وقد سبق الكلام عليه والخلاصة أن رواية ضعيفة لضعف صالح بن عبد الله بن صالح ولأنها مرسلة وهو رواية الإمام البيهقي توفي سنة 58 و400 له فيها روايتان في كتابه السنم الكبرى الأولى بسنده إلى عثمان بن محمد قال أخذت من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب السبقة الذي كتب عمر للعمال بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين من قريش ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إذا وإن على المؤمنين ألا يتركوا مفرحا منهم حتى يعطوه في فدائنا أعقل وفي إسنادها محمد بن عبد الجبار العطاردي وقد ضعف وعثمان بن محمد الذي وثقه البعض ولكنه قرواها وجادة وينوس بن بكير وقد اختلفوا فيه والرواية مختصرة عما جاء في سيرة بن إسحاق وغيره وقد أغفلت بنودا كثيرة أهمها ما يتعلق باليهود أما الرواية الثانية فهي بنحو الأولى ورجال إسنادها ثقات ما عدا كثير بن عبد الله وقد سبق الكلام عليه زي رواية بن أبي حاتم الرازي ركرها في مقدمة كتابه الجرح والتعديل بسنده إلى الأوزاعي أنه كتب إلى عبد الله بن محمد أمير المؤمنين رسالة طويلة وقال فيه قد حدثني زهري أنه كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب به بين المهاجرين والأنصار ألا يتركوا مفرحا أن يعينوه في فداء أو عقل ورجال إسنادها ثقات ما عدا العباس بن الوليد بن فريد فإنه صدوق وهي مرسلة لأنها موقوفة عن زهري ومختصرة جدا وربما كان السبب أن الأوزاعي قد كتب إلى أمير المؤمنين الجزء الذي كان يحتاج إليه من هذا الكتاب مما يوحي إلى وجود الكتاب بأكمله لديه ولسيما أنه رواه عن الزهري وقد تقدم أن الزهري قد رواه هذا الكتاب أو الصحيفة بنحو رواية بن إسحق حاء رواية بن حزم المتوفى سنة ستين واربعين وخمسمائة رواها في المحلى بإسناده إلى ابن عباس ونصها كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلهم وعاقلهم ويفضوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين الناس وفي إسنادها الحجاج بن أرطأه والحكم بن مقسم قال عن الأول ساقت وعن الثاني ضعيف بعد أن خرج أحد الباحثين مرويات هذه الصحيفة من المصادر المذكورة ودرس أساميدها قال بأنها ضعيفة لا تصح وينبغي عدم الاحتجاج بها سوى ما ثبت لفظه أو معناه في أحاديث أخرى وجاء في الصحيفة أما الباحث الآخر فإن خلاصة دراسته أساميد نصوص الصحيفة فهي سند بن هشام عن بن إسحق ضعيف للإرسال وصالح للأتبع وأحد سندي أبي عبيد كذلك ضعيف للإرسال وصالح للأتبع ورواية ابن أبي خيثمن في إسنادها كثير بن عبد الله الذي اتهم بالكذب وهي تهمة غير مسلم به استمادا إلى توثيق البخاري له بتحسين حديث مروي عنه وأخرج له في غير صحيحه وتوثيق التلمذي له بتصحيح حديث مروي عنه وتحسين أحاديثه الأخرى ورواية أبي داود له بالسكوت وتوثيق يحيد بن سعيد الأنصري والحاكم وابن خزيمن والفسوي وآخرين له بدواية على وبذلك يكون إسناد ابن أبي خيثمن على الأقل حسنا لغيره ولم ينفرد ابن خيثمن بحديث كثير إذ رواه البيهقي بالسند نفسه ولو شطرا من الصحيفة وليس الحديث شاذا إذ ليس فيه ما يخالف الصحيح ولا منفرد إذ رويا من طريق آخر متصلا ومرسلا أما المتصل فرواه البيهقي بسند آخر كما مر بنا والمرسل رواه ابن إسحاق والزهري كما مضى وبما أن هذه الأسانيد كلها صالحة للأعتبار بانفرادها وبما أن كلها تعاضد بعضها بعضا لذلك جاز القول إن رواية صحيفة المدينة وصلت إلى درجة الحسن لغيره وقد توصل الدكتور العمري قبله إلى هذه النتيجة فقال بعد دراستها وإذا كانت الوثيقة بمدموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيح فإنها تصلح أساسا للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة وقال في الحاشية ولكن مجموعة الآثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن لغيره ثالثا تاريخ كتابة الصحيفة يرجح أحد الباحثين أن الصحيفة في الأصل صحيفة ثم جمع الموارخون بينهما إحداهم تتناول موادعة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود والثانية توضح التزامات المسلمين من المهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم وأن صحيفة موادعة اليهود كتبت قبل بدر الكبرى والأخرى بعد بدر وقد أوضح أدلة ترجيحاته وترجيحه مقبول عندي أما ما ورد من نصوص تدل على أن كتابة صحيفة موادعة مع اليهود كانت بعد قتل ابن الأشرف فإن هذه الكتابة تعتبر إعادة وتوكيدا للكتابة الأولى والآية الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون تشير إلى أكثر من معاهدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود كما فسرها المفسرون رابعا الشواهد على ثقرات الصحيفة من كتب السنة والتاريخ لقد عقد أحد الباحثين فصلا لهذا الموضوع ذكر فيه أولا ما ورد من أخبار في كتابة الصحيفة وخلاصة ذلك ما سبق ذكره عن رواية الإمام أحمد التي صحح إسنادها الشيخ شاكر والشيخ البنة ورواية عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على كل وقت ما أقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه وروا أبو داود والبيهقين أنه بعد قتل المسلمين كعب بن الأشرف جاءته يهود في أمر قتله فدعاهم إلى أن يكتب بينه وبينه وبين المسلمين عاما صحيفة وروا الخطابي أن كعب بن الأشرف عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعين عليه ولا يقاتله ولكنه لحق بمكة ثم خدم المدينة المعلن المعادات النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتله المسلمون روا البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بلمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده وروا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بلمتهم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده وروا بن ناجه في رواية أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلمون بكافر وزاد في رواية أخرى ولا ذو عهد في عهده هذه روايات تثبت تحرير الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وتؤيد الفقرات التي جاءت في الصحيفة عن المعاقل وفداء العناء للمهاجرين وبطون الأنصار لقد أورد أحد الباحثين ثمانية أحاديث تثبت أصل الصحيفة والكتابة بين المهاجرين والأنصار ويهود المدينة هذه الروايات تثبت تحرير الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وتؤيد الفقرات التي جاءت في الصحيفة عن المعاقل وفداء العناة للمهاجرين وبطون الأنصار أورد أحد الباحثين ثمانية أحاديث تثبت أصل الصحيفة وما يثبت ما فيها من تفصيلات ثلاثة من مسند الإمام أحمد وواحد من كل من المصنف لعبد الرزاق وسنن أبي داود ومعالم السنن الخطبي واثنان من السنن الكبرى للبيهقي وكلها صحيحة أو حسنة ما عدا رواية عبد الرزاق فهي مرسلة أما المؤرخون فقد أشار بعضهم إلى فقرات معينة وردت في الصحيفة فمثل ميد طبري أشار إلى كتابة المعاقل وابن سعد أشار إلى كتابة المعاقل بين المؤمنين وأن لا يترك مفرح في الإسلام ولا يقتل مسلم بكافر وعبد الرزاق الصنعاني بإسناده إلى الزهري أشار إلى العاقل عن العاقلة وأن ذلك بلغهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الكتاب الذي بين قريش والأنصار الذي فيه ولا تترك مفرحا أن تعينوه في فكاك أو عقل والمقريزي الذي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وادع فيه يهود المدينة قيمقاع والنظير وقريضة وابن خزم قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وادع اليهود والدوار بكري قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وادع اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم أن لا يعينوا عليه أحدا وإن دهنه بها عدو نصره وروا ابن مردوي في قصة بن النظير صبحهم بالكتائب فحصرهم يومه ثم عدى على بن قريض فحاصرهم فعاهدوه فانصرف عنهم إلى بن النظير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وهذا الخبر صريح في معاهدة رسول صلى الله عليه وسلم بني قريضة وقد ذكرنا أن هذه المعاهدة كانت توكيدا لأخرى قبلها ثم ذكر غارون شواهد كثيرة على فقرات الصحيفة أما الآيات القرآنية فقد أورد 27 آية توافق فقرات جاءت في الصحيفة والخلاصة إن جميع فقرات الصحيفة لها شواهد من صحيح السنة والقرآن الكريم ولولا خشية الإطالة لذكرنا ولا الطرفا منها جزى الله خيرا الباحث هارون أما ما جاء في الصحيفة عن الصلح مع اليهود والمشركين بغير الجزية فهو منسوخ بآية الجزية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون وكان ذلك في سنة تسعة ومن المعروف أن سورة التوبة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري خامسا دلالات وأحكام وعبر من صحيفة المدينة واحد إن هذه الوثيقة تعد أقدم دستور مكتوب في العالم لن يذكر العلماء أن حكما من أحكامها قد نسخ ما عدا قولهم إن المعاهدة مع اليهود أو مع غير المسلمين بدون الجزية منسوخة بآية الجزية الآية التاسعة والعشرون بعد المئة من سورة التوبة كما ذكرنا قبل عدة أسطر ثلاثا وقال بعض العلماء إن العلاقة مع اليهود والتي تضمنتها الوثيقة تواثق حكم الآية لا ينهوكم الضوء عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصتوا إليهم إن الله يحب المقصطين أربعة نظمت الوثيقة جوانب مختلفة لحياة الناس خمسة فيها مبادئ دستورية عديدة على سبيل المثال واحد تشكيل الأمة من حيث العقيدة والدين تشتمل على كل المسلمين حيث ما كانوا اثنان تشكيل الأمة أي الجماعة من حيث المواطنة تشتمل على غير المسلمين في الدولة ثلاثة المساوات في المعاملات العامة أربعة منع إيواء المجرمين خمسة منع خروج المسلمين من دون إذن محمد صلى الله عليه وسلم ستة منع الظلم والعدوان في المال والأرض وغيرهما سبعة منع الصلح المنفرد مع العدو ثمانية منع إجارة قريش أي منع إجارة العدو تسعة القود من القاتل أي حرمة الحياة عشر الإسلام في نفقة الدفاع عن الوطن والدولة حادي عشر فداء الأسرة ثاني عشر وثاء الدين عن الغارمين الوجه الثاني يبدأ خلل متابع القراءة في دلالات وأحكام وعبر صحيفة المدينة ثالث عشر الإبقاء على الأعراف الصالحة رابع عشر حق الحرية في العقيدة والدين خامس عشر حقوق الجار سادس عشر حرمة المسلم أي نبدأ لا يقتل مسلم بكافر سابع عشر تحرين المدينة ثامن عشر عدم أعطاء حقوق الحرمة للآخرين في المدينة إلا بإذن أهلها تاسع عشر نرجع حسم الخلاف حول بنود هذه الوثيقة لله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهناك مبادئ دستورية يمكن استنباطها من الوثيقة والمبادئ المذكورة ينطوي كل ياخد منها على أحكام شرعية وما عدا المبادئ الخاصة بالمسلمين فإن المبادئ التي انطوت عليها توجد في أي دستور حتى الدساتير الوضعية وعلى الرغم من هذا الموقف المتسامح تجاه اليهود إلا أنهم ظلوا يكيدون للإسلام بشتى الوسائل والأساليب كما سنرى في الأحداث القادمة ومن الميادين التي نشطوا فيها ولم يوليها المؤرخون المحدثون كبير اهتمام نشاطهم في ميدان الجدال العقيم رغبة منهم في الصد عن سبيل الله وليس بغرض الدخول في الإسلام وسجل القرآن كثيرا من جدالهم وعنادهم ومن أظهارهم في ذلك رافع بن حريملة وسلام بن مشكن ونعمان بن أوفى ومحمود بن دحية وشاش بن قيس ونارك بن الصيف وجبل بن أبي قدخشير وشميل ونعمان إحمن وبحري بن عمر وشاش بن عدي ورافع بن حارثة والنحام بن زيد وكردم بن كعب إلى آخره الفصل الرادع القسم الأول متفرقات المبحث الأول تسمية يثرب بطيبة وطابة والمدينة يلحب أن المدينة المنورة سميت في الصحيفة بيثرب ولكن فيما بعد كره الله ورسوله هذا الاسم فاستبدلت بها أسماء طيبة وطابة والمدينة فقد روى مسلم عن جابر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة وروا بسنده إلى زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار الخبث الفضة وروا الطيالسي بطريق مسلم نفسها قائلا كانوا يسمون المدينة بيثرب فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وقال ابن حجر إنه ورد من طريق أبي سهل بن مالك عن كعب الأحبار قال نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى أن الله تعالى قال للمدينة يا طيبة ويا طابة وردت في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم باسم آخر هو المدينة فقد روا البخاري بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا البجال وروا أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل هي طابة هي طابة وذكر السياطي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدعونها يثرب فإنها طيبة يعني المدينة ومن قال يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات هي طيبة هي طيبة هي طيبة وروا البخاري عن أبي حميد أنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وروا ابن شبه بإسناده إلى أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى أن يقال للمدينة يثرب وروا مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى يقول يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد وسناها القرآن الكريم المدينة في معاضع متعددة قال ابن حجر في سبب كراهة تسمية المدينة يثرب لأن يثرب إنا من التثريب الذي هو التوبيخ والملام أو من الثرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره القبيه المبحث الثاني بعض المتاعب الصحية تواجه بعض المهاجرين لقد واجه المهاجرون حين مقدنهم من مكة إلى المدينة بعض المتاعب الصحية إذ أصابتهم حما يثرب حتى إنهم كانوا يصلون وهم قعود وصرف الله ذلك عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد وئك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعليه وكان بلال إذا أقنعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبي تن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردنا يوما مياها مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل وجاءت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقولان فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة ورؤكت عائشة وابن فهيرة وغير هؤلاء لأن المدينة كانت مشهورة بالحمى حتى قال مشرك مكة عن مسلم المدينة في عمرة القضاء إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمنوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ليروا المشركين قوتهم وأن الحمى لم تنهكهم كما يزعم الكفار واستجاب الله دعاء نبيه فجعلها من أطيب البلاد بعد ذلك المبحث الثالث قريش تهدد المهاجرين والأنصار كان عبد الله بن أبي بن سلول أكبر زعماء المدينة وعندما جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم ولم يتم ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح زعيما بتاج النبوة ولذا تأخر في إسلامه لأنه كان يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سلبه ملكه فأخذ يناصبه العداء وبعد أن أعلن إسلامه ظل على عدائه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بأسلوب آخر وهو أسلوب النفاق وله مواقف تدل على نفاقه كما سيأتي ففي أحد هذه المواقف روى البخاري ومسلم وأحمد ثلاثتهم من حديث الزهري بإسناده إلى أسامة بن زيد أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله وعف عني واصفح عنه فالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البخيرة على أن يتودوه فيعصبوه بالأصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت وفي رواية ابن إسحاق قال سعد يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه فوالله إنه ليرى أنه قد سلبته ملكا ولقد وجد مشركه مكة ضالتهم في ابن سلول هذا لأنه على ملتهم فكاتبوه ليكيد للمسلمين ويقوم بالدول الذي كانوا يقومون به ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة قالوا له في كتبهم إليه إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل نقاتلكم ونستبيح نساءكم وانتثل ابن عبي لأمر الكفار فجمع كفار المدينة لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أمره قال لهم لقد بلغ عيد القريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا وعرسل كفار مكة إلى مسلم المدينة يقولون لهم لا يغرنكم أنكم أفلتم ولا إلى يفرب سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقل ذلكم واحترازا من مكايد قريش حرص المسلمون على حرصة الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس فقال لأصحابه يا أيها النس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل وقد دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما جاء يحرسه ذات ليلة خوفا عليه ولم يكن الخطر مقتصرا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط بل تعده إلى أصحابه فقد قال أبي بن كاب لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه وكجزء من مخططات قريش وأسالي بها للصد عن سبيل الله فقد حاولت صد الأنصار عن المسجد الحرم وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ وأبي جهل وخلاصتها عند البخاري أن سعد بن معاذ جاء مكة معتبرة وطلب من مضيفه أمية بن خلف أن ينظر له ساعة خلوة ليطوف بالبيت آمنا فأخذه أمية ليطوف في منتصف النهار حين غفلة النس ومع ذلك لقيه أبو جهل وسأل عنه أمية فأخبره به فقال له تطوف بالكعبة آمنا وقد آويت محمدا وأصحابه وتشاجر ومما قاله سعد الله والله لئما نعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام وهدده بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتله وقد كان أن قتله الله ببدر القسم الثاني من الفصل الرابع النشاط العسكري والسياسي قبل غزوة بدر المبحث الأول الإذن بالقتال روى ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس أنه قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكون فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصره من قدير قال أبو بكر رضي الله عنه فعرفت أنه سيكون قتال وزاد أحمد في بوايته بهذا الخبر أن ابن عباس قال وهي أول آية في القتال وقال العوفي عن ابن عباس إن الآية نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حين أخرجوا من مكة لقد شرع الجهاد في الوقت الأليقب لأن المسلمين بمكة كانوا أقل من معشر المشركين ولذا لم يأمرهم الله بالقتال وعندما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهموا بقتله وشردوا أصحابه ما بين الحبشة والمدينة وعندما استقر المسلمون بالمدينة وهادر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحت المدينة دار إسلام ومعخلا يلجأون إليه شرع الله جهاد الأعداء فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك ولم يكن القتال هنا فرضا عليهم وإنما أذن بالقتال لمن ظلم ثم فرض عليهم فيما بعض قتال من يقاتلهم عندما نزل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة عندما نزل قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وهكذا مر تشريع الجهاد بأربع مراحل رئيسة وهي واحد مرحلة الصبر دون القتال بمكة اثنان مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة ثلاثة مرحلة الأمر بقتال من يبدأهم بالقتال أربعة مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين المبحث الثاني الغزوات والسراية والأحلاف والأحداث الهامة قبل غزوة بدل الكبرى أولا أهداف الغزوات والسراية عندما أذن الله لنبيه والمؤمنين بالقتال أخذوا في أعداد القوة لرد عدوان قريش ومن على شاكلتها فلما أرادت قريش أن تري المسلمين أن لها يدا في داخل المدينة أراد المسلمين أن يروا قريشا أن المسلمين ليسوا بذلك الهوان الذي تتصوره قريش وأنهم قادرون على كسر شوكة قريش وحصارها سياسيا واقتصادية ورد حقوقهم المسلوبة وكانت أول خطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق قريش التجارية شمالا وجنوبا شرقا وغربا اختار رسول صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين متلازمتين الأولى إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية الثانية السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى من الهجرة بني ضمره ودهينا وخزاعة وغفار وأسلم وسنأتي ذكر هذا من خلال الكلام عن السرايا وكسب غيرها بعدها خلال سنية حياته بالمدينة كما سنرى إن شاء الله ولقد نجحت هذه السرايا في كل أهدافها لا سيما يبرك قريش وحلفائها وإضعان فمعنوياتهم وضرب نشاطهم والتجاري في جميع الاتجاهات والحصول على مورد للتموين والتسليح ونجحت في اندار الأعداء بأن للمسلمين المقدرة على التصدي والردى واكتسبت القوات الإسلامية مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري والمناورة وجس نبض الأعداء ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء ثانيا الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث الغامة واحد سرية سيف البحر بقيادة حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين رجلا من المهاجرين ليعترضوا عيرا لقريش قادمة من الشم وفيها أبو جهل في ثلاثمائة رجل وعندما التقى الجمعان واصطفوا للقتال حارز بينهم نجدي بن عمر الجهني وكان حليفا للفريقين فلم يقتتلوا وكان ذلك في رمضان على رأس سبعة أشهر من هجعة النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عقد حلفا مع أحد رجال فرع من فروع جهينة في وقت مبكر من حياته بالمدينة أي في النصف الأول من السنة الهجرية الأولى ومما يقوي هذا الفهم ما رواه أحمد عن صعد بن أبي وقاص أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا إنك قد نزلت بين عظهرنا فأوثق لنا حتى نأمنك وتأمننا فأوثق لهم فأسلموا وحفظت لنا المصادر التاريخية عددا من الوثائق الخاصة بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع فروع جهينة المختلفة من ذلك ما ذكره ابن سعد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لبني زرعة وبني الدبعة من جهينة أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم وأن لهم النصر على منظرنهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل ولأهل باديتهم من بر منهم اتقى ما لحاضرتهم ويغلب على هذه الوثيقة الطابعة السياسي إذ ليس فيها إشارة إلى أي واجب ديني أما الوثيقة التي كتبها لبني الحرقة وبني الدرمز من جهينة وتحمل اسم عمر بن معبد الجهني فقد ورد فيها الإصرار على أداء الواجبات الدينية كشرط للأمان وفيها أداء الخمس من الغنائم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الربا مما يدل على أنها كتبت بعد بدر لأن فرض الخمس كان بعد بدر بمدة عندما قيت شوكة المسلمين وهزموا قريشا وتفرغوا لبسط سيادة الإسلام على الجزيرة العربية ولأن تحريم الربا جاء متدرجة ففي العهد المكي نزل قول الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون وفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وآخر ما ختم به التشريع وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا لحرب من الله ورسوله وإن ترتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم لعوسجة ابن حرملة الجهني ولبني شنخ من جهينة كتابي اقطاع وتمكين على مناطق سناها لهم ولم تتطرخ الوثيقتين إلى أمر آخر غير الاقطاع اثنان سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار روى الواقدي بسنده إلى سعد قال قال رسول الله عليه وسلم أخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار فإن عيرا لقريش ستمر به فخرجت في عشرين رجلا أو واحدا وعشرين على أقدامنا نكمل النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح خمس فنجد العير قد مرت بالأمس وقد كان نبي صلى الله عليه وسلم عاهد إلي أن لا أجاوز الخرار ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم وعند ابن سعد أن الذي كان يحمل اللواء هو المقداد بن عمر وكان ذلك فيه القاعدة على رأس تسعة أشهر من الهجرة ثلاثة غزوة الأبواء والدان غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر على رأس أحد عشر شهرا من الهجرة كما عند الواقدي وفي صفر على رأس اثنين عشر شهرا كما عند ابن سعد يريد الاعتراض على عير القريش ويريد بني ضمره فصار حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمره فلم يلقى حربا وكانت فوصة لموادعة بني ضمره من كنانة على أن لا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدا وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم محشي بن عمر الضمني وكانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أربعة سرية عبيدة ابن الحارض إلى رابغ أعقدره رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في ستين رجلا من المهاجرين فصار حتى لقي جمعا عظيما من قريش عليهم أبو سفيان أو أكرمه على ماء بالحجاز فتناوشوا ورمى سعد يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به في الإسلام ثم انصرفوا وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمر وعتبة بن غزوان ابن جابر المازني وكان مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار وكان هذا من أكبر مكاسب المسلمين في هذه السرية وقد اختلف في تاريخ هذه السرية فعند الواقدي بن سعد أنها كانت في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة ولا إشكال هنا في أن يكون المقداد بن عامش حامل لواء سرية الخرار لأنها كانت في الشهر التاسع الهجري ويفهم من رواية بن إسحاق أنها في ربيع الأول وبعد غزوة الأبواء ولم يذكر رقم الشهر من تاريخ الهجرة وعند أبي الأسود وابن عائذ أنها بعد غزوة الأبواء وقبل أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة وفي ذلك قال ابن الحجر وذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجل فلقوا جمعا من قريش فتراموا بالنبل فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم وكان أول مرمى بسهم في سبيل الله وإذا صح هذا الإسناد فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائذ ويبقى إشكال حمل المقداد لواء المسلمين يوم الخرار فيحمل على أن ذلك كان في غير هذه السرية أو أنه وهما من ابن سعد خمسة غزوة بواط من ناحية رضواء خرج رسول صلى الله عليه وسلم في مئتين من أصحابه يعترض أعيرا لقريش فيها أمية بن خلف ومئة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير فبلغ بواط وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضواء ثم رجع حين لم يعثر على القافلة ولم يلقى حربا وكان ذلك في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة ستة غزوة سفوان بدر الأولى أو بدر الصغرى عندما أغار كرز بن جابر الفهري على صرح المدينة في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا وقال له سفوان من ناحية بدر فلم يدرك فعاد إلى المدينة وعند ابن إسحاق أنها بعد غزوة ذي العشيرة سبعة غزوة العشيرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في خمسين ومئة ويقال في مئتين من أصحابه يعترض قافلة كبيرة لقريش في طريقها إلى الشم وبلغ العشيرة وهي لبني مدلج لناخية ينبع ففاتته الأير وهي التي خرج أوليده حين عادت ولكنها أيضا أفلتت وكان لقاء بدن الكبرى بسببها ووادع في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم عاد إلى المدينة ولم يلقى حرب وكان ذلك في دماد الآخرة على رأس ستة عشر شهرا من الهجرة وقد ثبت في الصحيح وقوع هذه الغزوة ولكن بدون ذكر لأي تفاصيل عنها وتفيدنا المصادر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات دفاع مشترك وأمان مع غير من ذكرنا في وقت مبكر من حياته بالمدينة ولم يرتبط وقوع ذلك بخروج المسلمين في غزوة أوسرية معينة مثال ذلك كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بديل بن ورقاء وبصر وصروات بني عمر الخزاعيين يفيدهم فيه أنه لم يخنهم منذ أن سادمهم وأكد لهم الأمان من جانبه وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أسلم من خزاعه وفيه الإقرار بالمناصرة وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني غفار وفيه اتفاقية دفاع مشترك ضد من يخاربهم أو يخارب المسلمين في دينهم وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معين بن مسعود ابن رخيلة الأشجعي وفيه المحالفة على المصر والنصيحة ثمانية سرية نخلة نعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة ومعه ثمانية رهط من المهاجرين وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يصير يومين وذلك إمعالا في السرية وحتى لا يعلم أحد إلى أين الاتجاه وفعل ما أنظر به وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضي حتى ينزل نخلة بين مكة والطائف لورصد بها قريشا ويعلم له من أخبارهم وأن لا يستكره أحد من أصحابه وعندما أخبر أصحابه بعمل رسول صلى الله عليه وسلم مضى معه جميعا إلى وجهته وعندما نزلوا نخلة مرت عير لقريش فيها بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة وتشاور الصحابة في أمر الاستباء على هذه الأير لأن ذلك كان في آخر يوم من الرجب وهو شهر حرام فخشوا أن يترتب على هذا القرار نتائج غير مرضية وعندما يجدوا أنهم لو تركوهم هذه اللولة لأدخلون الحرم ولا يمتنعون به منه تشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من يقدرون عليه منهم وأخذي ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمر بن الحضرمي بسهم فقتله وأثر أثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان وأفلة نوفل وأقبل بن جحش وأصحابه بلير والأسيرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام وآبى أن يأخذ الأير والأسيرين وظن القوم أنهم هلكوا وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما فعلوا وقالت قريش إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدمى وأخذوا فيه الأموال وأثروا فيه الرجال فلما أكثر الناس في ذلك أنظر الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون وقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدئ منكم عن دينه فومت وهو كافر فأولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجرهدوا في سبيل الله أولئك يردون رحمة الله والله غفور الرحيل وبهن فرج الله على المسلمين ما كانوا فيهم منهم وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين بعدما عصلت قريش في فداء الأسيرين اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بعد مجيء سعد بن أبي القاص وعتبه بن غزوان خشية منه عليهما من القريش وكان قد تخلف عن القوم قبل وصوله النخلة بحثا عن بعيرهم الذي أضل أحكامه عبر في قصة سنية نخلة واحد لقد بيانت هذه الآية التي نزلت في التعليق على ما حدث في هذه السنية أن الذي فعله المشركون بالمسلمين من صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من بلدهم وسل بأموالهم وفتنتهم عن دينهم بيانت الآية أن كل هذا أكبر عند الله مما فعله المسلمون أو القتال في الشهر الحرام فإذا كان المشركون يتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق المسلمين فلا تثريب على المسلمين من قتالهم في الشهر الحرام وإن من التثريب أن يقاتل في الشهر الحرام من يرتكب تلك الجرائم وفي هذا التعليق بيان لسياسة الإسلام في تقدير القيم الدينية والخلقية وثموه بالمعاني الروحية والإنسانية وعدم إغفاله للبواعث النبيلة التي دعت رجال السرية للقتال في الشهر الحرام دون الوقوف عند الظواهر والرسول وملتزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة انتهى الشريط العاشر من كتاب السيرة النبوية وله بقية على الشريط الحادي عشر اشتركوا في القناة